السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هياكم الله جميعا معكم منافس الصحابي ورجعنا اليوم في شابتر 4 part 1 عنوان Divide and Conquer طبعا نتكلمنا عن مصطلح Divide and Conquer في الشابت الثالث الماضي خصوصا في شابتر 2 واخذنا درس كامل يتكلم بس عن أحد أمثلة Divide and Conquer اللي وكان الميل سورتي استذكرونا شابتر 2 part 2 إذا ما خبضني فالموضوع ما هو مختلف علنا الحين لكن نكمل على موضوع اليوم ونتعمق في أكثر في الشابترين القادمة شابتر 4 part 1 وشابتر 4 part 2 فبسم الله نطول عليكم فلنا نبدأ في الشابتر أول شيء عندكم الأوتلايب بنبدأ أول شيء بإنتردكشن بسيطة بناخذ فيها مراجعة شوي موضوع Divide and Conquer بناخذ فيها كامسورتنج ألغريثم بوريها لكم في شكل كود يعني لازم نتعودنا عشان نفهم عليها أكثر بناخذ الريكرنس وتذكرون كنا نقول الميل سورت في شكل عام يشتغل بالريكرنس أو الريكيرجينس وشفنا اللي هو في الالغريثم حق الميرسورت كانت تشتغل برضو في عملية ريكرجين وبنكتشف في هذا الدرس الحين عنا الريكرجين بشكل أكثر ونشوف تطبيقاته الثانية فأنا بناخذ اللي هو Divide and Conquer Design Paradigm وذلك تذكرون كان في سلايد كامل كده عليه بس سلايد واحد يتكلم عن اللي هو Design Paradigm حقه Divide and Conquer تكلمك عن اللي هو وش عملية ال Divide وش عملية اللي هو ال Conquer والتقسيمات الثلاثة حقتهم إلى آخره بنراجعها مرة ثانية وبنتعمق فيها وبعدها بنتعلم كيف نحل الريكرنس بنشوف بعدين اللي هو مسائل تحتاج حل تكون متعلق له بالريكرنس وعندنا بيكون فيه أربع مثل بنمر عليها كل واحدة ونحلوهم عندنا الاتراتيشن المثود السبسيطوشن المثود المثود المثور المثور بس من الله خلنا نبدأ الآن في الشابتر أولا عندنا الانتو داكشن يقول لنا We saw how mail sort serve as an example of the Divide and Conquer بردان شابتر 2 برد 2 نتكلم عن المائل سورت شفنا كيف المائل سورت بشكل عام يشتغل بعملية اللي هو Divide and Conquer وعرفنا العمليات الثلاثة اللي في Divide Conquer و Combine كيف كانت تشغل فيه وعرفنا يعني كرغة تشغل المائل سورت بشكل عام فاللي داخل ضحينا على هذا الشابتر من غير من يتكلم له المائل سورت ما في مشكلة الشخص هذا بيتكلم بشكل أساسي Divide and Conquer لكن عشان فهم أفضل وما تضيه بعدين يعني نجيبه كمثال أفضل اللي هو ترجع للشابتر نشوفه من هناك هنا يقول لنا بعدين We analyze the mail sort from previous lecture require us to solve a recurrence كان عندنا اللي هو معادلة عشان نجيب اللي هو التام حق وطلعنا بعدين التام حق بهذا الشكل طبعا كيف طلعنا ده بشكل خلص الشابتر خلص الصلاة ده وأوريكم اللي هو مراجع كيف بسيطة لإيش الناتج ده حين هذا من يمثل فقلنا ده الشابتر We shall see more algorithm based on divide and conquer final research to divide and combine algorithm for multiplying n by n matrix وبعدين بنسوي discuss للأربع مثل حق حلول الرجاجين كيف بتكون فبس خلنا بس الآن قبل ما نكمل نشوف اللي هو عندنا الالجورثم هذي أو ال time هذا كيف طلعنا في الأخير أو وش يمثل بالضبط راح لكم بس whiteboard فزيما انتم شوفين ذا حين معانا هذه هي المعادلة حق mail sort نشوف ذا حين في جزيه هذا من الفيديو ليش جاب هذا الشكل إيش المعطيات اللي فيها بالضبط C والN والT وكيف تعمل هذه المعادلة معانا فللي يفهم هذه الجزية من الفيديوهات السابقة تراها بنفسها شاف فيديوهات ثانية حسنا يعني ما يحتاج شرحة زيادة لها سوف اسكابلين تخطبي من عندك الشاشة السوداء ما يحتاج تتابع هذه الجزية مراجعة بس بشكل عام اللي يحس انها بيحتاجها ما هو فاهمها بشكل كامل يبغى مراجعة لها بسيطة تابع معايا هذه الأربع خمسة دقائق إن شاء الله وتفهم معايا مرة ثانية بسم الله أول شيء المعادلة حق المرسل عشان نفهم كيف طالعه خلنا نشوف مع بعض المعادلة الأساسية المتأخوذة منها مليئة المرسل أو معادلة مرسل اللي هي معادلة الدفايد أن كونكور ناخدوها قاعدة أي معادلة تستعمل الدفايد أن كونكور بروش سواء كان مرسل كان كويك سورت كان عملية اللي هو سيرس اللي بنشوفه في الدرس هذا معادلاتها ما بتكون مختلفة مرة عن المعادلة الأساسية قد اعتبروها الجنر الاجرسل لكل معادلات فخلنا الحين ندرس هذه المعادلة وفهمناها بنفهم إن شاء الله كل المعادلة الثانية خطي بح فأول شي شوفوا معنا في المعادلة هاي ثات الجزاء الجزاء الأول عندنا هذا إذا تذكرونا كان للدفايد عندكم الحين خلنا ناخد كمثال المرسورت كان باختصار يقسم الأرية عندنا في الـ subarrays لين أصار قيمة عندنا في الـ array لو مثلا قلنا هذي أربعة هذي اثنين هذي اثنين هذي واحد واحد حجمها بيصير بعدين بيجي يسوي لهم merge أو combine اختصار ثم مرتبة يعني إلي الأخير عملية المرسورت زي ما تذكرونا هذي درس كامل عليها ما توقع يحتاج جديدها من جديد فعملية الـ divide ذا حين عندنا الشي اللي بيحسبها بيكون هذا الجزية معنا أي عملية divide حسب الـ input المأخوذة أو حسب اللي هو الحجم حق الريه هذا اللي بيكون الـ input بيطلعين اللي هو عمليات الـ divide كم تأخذ بعدين عندنا هذه عملية اللي هو combine حسب عمليات الـ combine اللي سويناها عددهم بيحسبها هنا أخيرا عندنا عملية recursion هنا مضروبة في الـ a طيب كيف ذا حين هذه recursion وإشها الـ a بالضبط إشها اللي هو الـ n خلنا نشتع الحين نوريكم إياها أول واحدة عندكم الـ n الـ n هذا نفس ما دخلت بشكل بسيط هنا في حجم الـ array اللي حين نحط هنا لو اعتبرنا الـ array ذا حين قاعدين ترتبها هذا في الـ context حق الميرسورت طبعا في عمليات ثانية ما تستعمل اللي هو sorting فاعتبروا ذا حين أننا قاعدين نحللين معادلة بالـ context حق الميرسورت مثال الميرسورت حلو الـ n هو عدد أو حجم الـ array حقتنا ما تفضل المثال حقنا الأول اللي هو أربعة حلو الـ a عندنا هذا يتمثل عندكم حجم التقسيمات أو عددها ففي اللي هو ذا حين عندنا عمليات أو algorithm divide and conquer بتكون ما تقسم على سنتين بس نفس اللي هو الميرسورت لا يمكن نقسم على أربعة ثمانية حسب اللي هو الأقسم نفسها فالـ a ها يتمثل عدد التقسيمات في كل مرة لو تلاحظون ذا حين هنا هذه اللي هو الجزئية اللي هنا كاملة نفسها الموجودة في الميرسورت الـ a عندكم بيكون بثنين ليش؟ لأن نقسم حيننا كل مرة الـ sub-arrays عندنا لـ sub-arrays of two دائماً فالعملية هنا ثابت الـ a بدنا ثنين طيب ليش ذا حين هذه بثنين بالضبط؟ لأن ذا حين حيننا بناخذها مضروبة في الـ recursion للمعادلة هذه لكن على العملية أصغر ديلي ناسي ذا حين طيب وش معنى recursion؟ recursion أتبروها كأنها function الفنكشن هذه كل مرة تجي تحل نفس المعادلة أو نفسه العملية حقه لكن بشكل أصغر يعني مثلاً عندنا هذه فنكشن تأخذ قيمة خمسة وبعدين في نصها لهو الفنكشن هذه بتستنعي نفسها مرة ثانية لكن بقيمة أصغر باربعة وخلنا نوريكم بضحين عليها مثال هذه بالفكتوريال اللي تذكرونها وكيف لهو يشتغل بالضبط؟ فهي ضحين معاكم مثل بسيطة للفكتوريال عندكم تأخذ القيمة من user input أي أن كان الرقم هذا بعدين في النهاية بتطلع الفكتوريال حق هذا الناتج خلائنا ناخذها أول شيء هذا البرنامج بيتحقق إذا كان ال-n يساوي يساوي الصفر أو لأنه بينقس كل مرة توصل الصفر بيوقف كذلك الحالة أرجع لي لهو واحد وإذا في شيء ثاني غير الصفر أبكت أخذ لي لهو القيمة اللي حنا فيها ال-n فعالت نري قمسة ضرب الناتج من الفكتوريالن لقس واحد هلو؟ بللي بيش بتكون باربعة فيقعد يستدعي نفسه هذا حين هذي المثل تستدعي نفسه هذي الفنكشن باربعة تدخل هنا نفس الشيء هذي الحين كاملة بتكون أربعة ضرب الفكتوريالن نقص واحد له بالثلاثة فكذا بيشي يعني شكلها بشكل مبسط تيجي خمسة ضرب فكتوريال أربعة اللي هو خمسة ضرب 24 هذي هذي الكاملة بتطلع لهو فكتوريال 24 ثلاثة بتطلع له ستة اثنين بتطلع اثنين واحد تطلع واحد صفر بيعطيك بواحد ليش؟ واحدة واحدة خلنا نشوفها أول شيء المعادلة قاعد تستدعي نفسها كل مرة لين توصل للصفر لوسط صفر بتسوي رتيل للون يوم جينا ذا حين قلنا ون ضرب فكتوريال زيرو هذي ايش بترجعنا بواحد فجينا خلاص قلنا واحد ضرب اللي هو الواحد صي ما هي الناتج ذا حين هذي كله او الناتج هذا حين هذا من المعادلة هذي كله اللي هو بواحد هذا هو الفكتوريال ون يمنستلعي الفكتوريال ون هو بيطلعنا هذي الفنكشن واللي بيطلعنا بواحد خلو؟ بعدين الثنين ضرب الواحد الواحد يشكلنا ناتج بواحد ونضرب الواحد باثنين ضرب الواحد باثنين هذا كله بيكون الناتج باثنين بخلو بهم باثنين يأخذ الاثنين ثلاثه هذا ال بدء مسم Esse كله بيكون الناتج من فكتوريت glass équipes نضرب الستة في الاربع بعدين هذاعد بيكون الحك فور ع accus La 24 بيكون ناتج منه نضربه في الخمسة دايaci لهمобواعمدة بيطلع لنا الناتج حقه الخمسة قالوا الحقه calledbrook فكذا تشغل الفاكتوري بشكل عام يعني اللي ننسيها فعلى هذا الاساس الاحين كلا فهمت الاحين مول فاكتوري كيف يشتغل فلا فهمت الاحين الركيجة كيف يشتغل هذا هو الموجود هنا بالضبط نفس الطريقة شوفوا عندكم الجزياد الاحين هذي من المعادلة اللي بتسوي باختصار انها بتجي تستدعي نفسها لكن الحجم اصغر نفس اللي سوي عندكم الركيجين فتبدأ اول شي بالن حقها يعني مثلا نقول الامبوت اللي هو الامب يكون ثمانية بتجي بعدين نتقسم الان على البي والبي يكون عدل التقسيمات حقها طبعا وبعدا بتحسب اللي هو المعادلة هذي طيب نترجم هذا الشيء ذا حين للميرستورت الميرستورت الجزية هذي فيها نص خص موجودة هنا خلو وش بيكون عندنا المعضة او وش بيكون عندنا الناتج منها بتوجينا نحلها بيكون اول شي عندكم ال اي باثنين والبي باثنين برضو ان يمثل او ال اي يمثل عدد اللي هو العناصر بتكون تقسمها وبي يمثل له الحجم حقها فخلنا نجيب لكم ضحين المثال السريح حق ال لاري حجمها ثمانية لو نجي عند اللين الثاني ضحين احنا بندخل في البداية الام بثمانية خلو ايش بيصير بتدخل بثمانية عندك لهذه المعادلة اول جزء فيه ايش بتكون اثنين تي على اثنين تقسيم الان تقسيم الاثنين انا هي الام بثمانية فاش بيصير بتجي بتستدعي نفسها المعادلة هذي على الثمانية لكن مرتانة بتكون بالان تقسيم الاثنين فهذه كل هذا حين انتقل الي هنا اكمب ان تقسيم الاثنين له باربع hayli اعلى مرتانة هنا بيصير بتيجي تاخد ثنين تي تقسيم ان تقسيم الاثنين الاربع الاحين بتيجي هنا بناخذ هذا كله ومعادل الحاله التحت اكمب ان بثو نفس الشي بيجي هنا نتقسيم اللي هو اثنين وواحد والآن في الأخير بيصير بواحد وقتها خرص في هذه الحالة هنا بنوقف لأنه بعد بيصير في تقسيمات زيادة يكون هذه آخر المعادلة فالناتج الزحيم من هذه المعادلة كلها بيجي هنا والناتج الزحيم من المعادلة هذه كلها بيكون هنا اختصار امن التركيزن زي ما احنا عارفين فايش معنى ذحين ان هنا اثنين وهنا اثنين الايب صرت مثل عدد الأجزاء الموجودة معنا هنا ذحين لو نجي على هذه المعادلة بسيطة اللي كي طلعناها بتكون عندكم مرة حجم اللي هو المعادلة بثمانية لأرية واحدة ومرة بتكون بكم بثنين بيكون عندنا هنا الحجم حقها اربعة وهنا الاربعة خليناها مثلا بثمانية عدنا هنا بيكون اثنين 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 عاد انتو تعرفون الباقي بيتقسم كل ما رحلو فما علينا ذحين من هذا كله اطلنا الشراشة ما هي تلخبط اعتبروا اللي هنا الحجم حقي اللي هو الارية هذي كلها كاملة بثمانية بعد الحجم اللي تحتها باربعة باربعة حلو فبنجي نقسم في اول مرة هنا اللي هو الاربعة نأخذ اللي هو الاربعة تقسيم الاثنين ضرب الاثنين ليش لاننا حنا عندنا ذحين بتكون تو سبست بنص الحجم عندنا بيصير هنا اثنين اللي هو السبست الثنتين هذي معانا على ان تقسيم الاثنين اللي هو باربعة سيصير اثنين ضرب او اثنين اللي هو ما عليش التايم حد الاربعة هذي نضربها في اثنين عشان تعطينا له الحجم الثاني طبعا دي المعادلة كانت لال اود ما عليش ال ايفن لما تكون الحجم اللي هو الاريح مناسب يعني تقدر تقسم باجزاء متساوية فبنجي نضربها في تي ان تقسيم الاثنين نجي نضربه في اثنين يعطينا له الحجم حق الثنتين والصرعة حقتهم مع بعض تي ان تقسيم الاثنين بيكون حق واحدة فيهم ثربة في اثنين بيعطيك حجم الثنتين هو بيقسم عليهم مرة ثانية الحجزاء اصغر وبيجيب حسبتها لين يوصل في الاخير نهاية عملية اللي هو الديفايد ويجيب التام حق كل واحدة فيهم باختصار فبعدين عندكم السي هذا السي الكونست بيكون يحسب عدد العمليات في كل مرة والان نفس ما نعرفه هو الحجم بس عندنا وكل مرة هو طبعا بيصغر ما عليه القيمة كاملة هنا بتدخل حن الان بأربعة بيكون هنا بأربعة يوم ندخلوا هنا باثنين بيكون الان هنا باثنين ويحسب بس على العمليات حسب السي الموجود فلو نجي نحسبها يعني ذا حين بشكل سريع هنا بيجينا المعادلة لحجمها بواحد ضربة لاثنين زائد عدد العمليات اللي هو بيكون في شكل عام واحد نفس ما شفنا له في شابتر 2 بار 2 ضرب الان نفسها اللي بيكون بردر باثنين فكن بيطلع ناتج منها باثنين زائد واحد ضربة لاثنين اللي هو باثنين فحجم كله بكم بأربعة هذا بيعطيك اللي عدد التقسيمات الموجودة من الثمانية والثمانية بتتقسم لكم بأربعة في أربعة على ما تقسم لاثنين اثنين على ما تقسم لواحد واحد 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 فالواحد الحين هذا بس يطلعك يطلعك الجزء الأول بس اللي هو بكم أربعة يوم نجي نقول له هنا شبي يصير أربعة ضربة لاثنين اللي هو باثنين ضربة اللي هو الثنين أربعة ندخله هنا بيرجع بأربعة ضرب الاثنين بكم ثمانية فهذا هو التام حقه اللي بيكون معنا موجود وكذا اللي هو عملية الديفايت وعادلة من من طلعت بشكل عام في الميرسورت هذه إن شاء الله كانت مراجعة بس سريعة للي كان نسيها ولا كان مفاهم بشكل كامل إن شاء الله فهمتوا الأساس حقها الحين حنا أصلا بنطبع الديفايت أكون كار بنشوفها بالتواصيل لكن قلت أوريكم إياها بشكل سريع عشان اللي ناسيها يتذكرها بسم الله نكمل الآن في الدرس حقنا هنا تقاهل الجزئيات الثانية اللي هي الديفايت واند كونكار باراديم اللي هو قد أخذناها في دروس سابقة الأغلبة حين أظن إن شاء الله تتذكر شكلها من هذه الصايدة لن نصلها صلى الظاهر اختصار عمل الديفايت واند كونكار هو يمثل العمليات اللي فيه كان في عملية في الديفايت واند كونكار ثم عمليات أصلافية الديفايت اللي هو يقسم البرابلم وسب رابلم الكونكار اللي هو يحل هذي البرابلم لكارسفلي والكومباين اللي يجمع بعدين هذي السب رابلم عشان يطلع لنا السلوشين في الأخير أي عملية أو أي ألقراتب تسعمل الديفايت واند كونكار هذه الأساسيات اللي فيها والديزان باراديم نفسهم سمينا لنما يتصار طيب عندكم دحين توضيح لكل عملية والشي بالضبط هي باختصار في الديفايت تقسيم اللي هو العمليات وتقسيم الاراي لسب عرية الكونكارس بيكون اللي هو الكارسفلي سورت وسب عرية بيكون عندنا اللي هو عرية هنا وبيجيب في النهاية بس قدنا تقسم لها بشكل أكبر بيحلهم الكارسفلي على عمليتين سب عرية وان وسب عرية ويحلهم بيرتبهم يعني بيث اللي صار على كل اللي هو السب عرية الموجودة عندنا الكمباينام بيكون على الشكل اللي ينرتين ميرج اللي هو بيجمعها مرة واحدة مرة ثانية لين يطلع لنه الشكل عقه الكامل ورتب باختصار نفس اللي نعرفها دحين عندنا بس مراجعة بسريعة لليهم بعدا نرجع دحين للبرابلم حقتها عرفنا دحين وشال اثنين نتمثل وشال اثنين هنا نتمثل هذه الـ A هذه الـ B وهذا دحين عندكم يمثل لنا اللي هو C-N كنا ممكن نقول الـ N ضرب عدل العمليات هذا هو دحين الـ rate of growth حقه باختصار بثيثة الـ N وهذا كله كان بيطلع لك اللي هو log-N كنا نقول دحين المعادلة كلها تعتبر ايش log-N حقها الـ rate of growth للميرج سورت فعندكم هذي A بتكون sub problems عددها فيه بتكون sub problem size أو هذي كلها بيعطك له sub problem size حسب اللي عندنا وهذا بيكون اللي هو dividing and combining time فكل هذا حين اخذناه قبل شوي في السادة السابق مع اضافة بس اللي هو سالفة الثيتة الـ N الثيتة الـ N هذا هو rate of growth حق C-N نفس ما ذكرنا السي هو عبارة عن constant يحسب عدد العمليات نفس ما اللي هو قلناه قبل شي فمهما كان خمسة ألف عشرين ألف بيكون ايش انسك بالنكو value والـ N بسهول وحيد اللي بيكون موجود معنا فنقدر ناخد اللي هو rate of growth حق الجزية هذي كاملة بالـ N بعدنا نجمعها مع rate of growth اللي هنا كاملة ولو تذكرون في الأخير بيعطينا اللي هو الوقت الكامل حق ميرسوت أو rate of growth كامل حقه theta log حق الـ N ضرب الـ N أو N log الـ N نفس ما ورناكم في الفيديوهات السابقة فندخل الآن على الجزية الثانية اللي هي binary search فبشكل سريع بس لو تذكرون الآن في الصناعة السابقة كنا دائما ناخد مقارنة بين عمليتين search دائما تصير في الماث اللي هما binary search والlinear search فبالشكل العام كان باختصار ياخذ إليه القيم حقتنا مرتبة طبعا تكون لازم وبعدين بيجي يقسمها يشوف ذا حين إذا القيمة اللي نبغاها في الجهة الأكبر أو الجهة الأصغر بعدين يجي مرة ثانا يقسم ويشوف ذا حين عندنا القيمة اللي موجودة في الأكبر أو الأصغر ثان يلق له القيمة حقته لقاها خلاص بيرجعها الـ index حقها إذا ما لقاها بيوقلف وفي الـ contact ذا حين حق الـ الـ باختصار هي معادلة أو عملية algorithm ستم تستعمل هذا الـ و التزام حقها يمثل ذا حين في الـ بيكون الـ بيكون عبارة عن لأنه دائما بيقسم المت من النصف يشوف اللي هو موجود في النصف بعدين بيكبر صغر هنا عند اللي هو سب رابل اليمين سب رابل العسار أو سب رابل اليمين سب رابل العسار بعدين بيقارن واحدة منهم حسب الـ يعني هنا مثلا التسعة يشوف ذا حين اللي هنا بيسوي بيرجع مرة ثاني نجيب الـ بيسوي بحث عن المعادلة حقتنا أو المعادلة حقتنا أو المعادلة الرقم حقاً اللي دا حين قاعدين ندور عليه لين يلقاه في الأخير والـ ما في عملية في القيمة نفسها لأنه دا حين إذا نجينا الـ حقه خلاص بنوقف فمثال دا حين عليها بسيط بس في المعادلة هنا لو تلاحظون دا حين بداية الـ بيكون لأنه يلقى القيمة في النصف بعدين يجيبها بعدين بيرواحظ أو بيشوف وين القيمة Rank هلي هى أكبر من هذه القيمة أو أصغر وين بيكون أكبر بيجي يدور على Tao 15 ايش بيثوي بيجيبקد naj بشراء الـ هذه القيمة هذه القيمة которая أكبر من 9 وأصغر من التسعة هي أصغر بيق Launch بعدين كيف يتلقي بيقارن دحينا السابرة والمهادي مع الفاليو اللي موجودة هنا لقاها يو كانت متشابهة خلص بيطلع له الناتج ان هذا هو الاندكس حقها طبعا بيحفظ الاندكس كل مرة بيقسم بيطلع لنا هو الاندكس والأخير هذا كان بيكون الاندكس حقها اربعة اختصار ان شاء الله واضحة الاملية ما هي جديدة علينا فبعدين دحينا عندكم هذا هو الكود وهذا هو الالغوريثم على شكل هنا يقول لك فور ان ارداد 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 رقزه في هذه الشغلة لانها يمكن تجي في الاختبار بعضين يجي يكلمنا يقول لنا عندكم ارداد ما صاوص توضيح انها ارداد ولا ورانا انها ما هي مرتبة هناما يمكننا سوي بانرسيرش من الاخير بانرسيرش اعتمد على هذه الشغلة خلو يقول لك فايند اف اكس از ان دا ارداد وطلع لي هو الاندكس حقها باختصار في شكل سريع عندكم السودوكود مرة بسيطة أول شيء بيسوي عندكم عملية مشابعة كانت اللي نسويها في الميرسورت بأنه ياخذ اللي هو القيم الأصغر والقيم الأكبر low و high ويجيب اللي هو النص حقها كيف ذا حين نجيب اللي هو المد اللي هو المتحقه بأن نقسم نجيب اللي هو المد باختصار بأنه ناخذ اللي هو زائد ال high ونقسم فنجيب أفضل كونتكس ذا حين واحد ساعة ثمانية بتسعة تسعة تقسيم الثلين بأربعة فاصل خمسة لكن هي بتكون انتقار فنشيل النص في جين أربعة أو ما هو طلع هنا بأنها بتكون فلور طبعا بس إعادة للكلام هذا الحين بس عبارة نصدو كود الاندكس هنا دا حين ما تبدأ من صفر تبدأ من واحد عشان كيا جمعناه واحد على الثمانية لو جبناها بالاندكس العطبيعي بيكون من صفر للسبعة وإذا جمعناه بيكون الناتج هنا نفسه ثلاثة بيطلع هنا في الأخير لكن هذا بس للتوضيح الحين اندكس يبدأ من واحد لحد يخبطها بعدين يقول كيف طلعت وحنا نبدأ من صفر ولا وين القيمة الأولى معلن بعد ما يطلع المد بيجي ذحين يشيك حلاثة الشروط واحد هل الاكس الاكس طبعا بتكون ذحين هذي معانا هي القيمة اللي قاعدين ندور عليها التاركت اللو والهاي هذي بتكون معطاب تعطيك اللي هو أول قيمة معانا وآخر قيمة موجودة معانا والاي هذا الاريه اللي بندخلها في شيك هل هم متساويين يعني كان ذحين الاكس على الاريه المد طبعا كان القيمة حقتنا بسبعة يس خلاص صرتين هي المد نفسها اللي هو الاندكس والله الريتان طوية يعني اللي حين نلقاها لأ ذحين ما هو الكلام كان صحيح يشوف هل الاكس أو القيمة اللي قاعدين ندورها التاركت أصغر من الميدل أصغر من القيمة اللي حين موجودة في الميدل أو أكبر منها إذا كانت أصغر بيجيبنا له الجهة هذي إذا أكبر بيجيبنا له الجهة هذي طيب كيف يجيب ذحين هذي الجهة بأنه ياخذ بكارجين ماتد للبانيري سيرش نفسها المثل دي ذحين هذا معانا بياخد بيسولها بانير سيرش نفس الاريه لكن بيكون البداية حقتها من اللو نهاية حقتها بتكون المد ناقص واحد هذا ذحين معكم المد بتجيب لنا القيمة نغير اللون بس القيمة هذي الاصفة ماين شاف دقيقة أخضر من هنا لين هنا؟ لين هنا؟ لانا لحين الـ x داري إنما بيكون هذي القيمة بيكون أصغر منها فخاص ناخد كسباري ونطلعوا الناتج حقا أكبر كان لأ طلعلي من المد زائد واحد لين الـ hi هاي النبر هاي الجزئية لانا ذحين خاص دام عرفنا هذا ما هو بيكون الـ x 100% خاص ناخد اللي هو الـ sub-ary على اليمينة أو sub-ary على اليسارة فبس بيجي ذحين بيسوي نفس العملية مرة ثانية على شكل ريكارجم ماتد مثلا كان اللي هو الـ target حقنا بعداش بيشوف اللي هو الجهة الـ higher بيجي بعدين إش بيسوي ياخد القيمة في النص اللي هو بعشر يقارن ذحين الـ value حقتنا أكبر أو أصغر أكبر فبيخذ اللي هو من اللو هذا لين هنا؟ هذا بيكون طبعا المد فياخد مد زائد واحد لين هو الـ high وبعدين بيشوف اللي هو الـ 11 على أن أصغر قيمة لأنه بيكون اللي هو من 1 الـ 2 بيطلع الـ 1 وبعدين بيقول خاص هذا هو الـ target حقنا ويسوي الـ retain في الأخير هنا بس طيب أبو أشوفها على شكل كود الحين أوريك هذا ضحين معنا كود طويل يتكلم عن اللي هو merge sort linear search و banner search لكن ما علينا ضحين من هذه الجزئية فأعلمكم ليش حاطين هذا الحين هنا اللي علينا بس لحين منا الـ linear search و binary search أرطتي لكم بس كتذكير و مقارنة بين اللي هو الأثنين أول شيء كم علومة جانبية عندكم الـ time حق الـ linear search يعتبر بـ all in linear أما الـ time حق الـ binary search يعتبر local in اللي هو logarithmic ليش؟ لأن الحين الـ linear search يعتبر من أبسط الأنواع حق الـ search اللي يمكن تكون موجودة ما يعتبر شيء تكون عندنا الـ array حاجة sorted اللي بيسوي باختصار أنه بيجي يشوف كل قيمة واحدة واحدة نفس اللي هو شايفينه بيجي مر على كل القيم حق الـ array بعدما يقارن حبة حبة وهذا الآن القيمة اللي حنا عليها في target يس أطبع لي الـ index حقها بس زي ما هي لا شوف اللي بعدها شوف اللي بعدها شوف اللي بعدها لين تلقى مرتبة أو مرتبة هو بس بيدور حبة حبة فحسب حجم الـ input اللي بنحطه يعطينا عدد اللي هو الشي اسمه الـ time اللي بيكون موجود معنا على الجهة الثانية الـ binary search نفس ما ورناكم لا يجب يقسم يقسم لين يلقى اللي هو القيمة حقته ما بي يسوي نفسه الـ linear search بلن نشوف حبة حبة بنسوي skip لعمليات واجد لو كان عندنا قريب حجم عشرة بتصير بس عندنا ثلاثة عمليات اللي بتصير هنا غير اللي هو الـ linear بيكون لأ بعشرة نفس الشي فنشوف هذا الحين هنا مع بعض هذا الحين عملية اللي هو banner search من غير recursion لحالها فتاخذ اللي هو تحفظ قيمة الـ left هذا هو الـ low حالتنا اللي هو قبل شوية مرران الـ pseudo code وهذا هو الـ high تحطيناها right و low left و right عشان تذكركم باللي هو الـ bare sort يمكن نسوي نفس الطريقة له high اوكي فبعدين شو بيسوي به شو يقول لك while true while الـ left أصغر من او يساوي الـ right انا الاحين هو شو بيسوي بيقص يقير القيم حقه left و right بدل ما يسوي recursion على نفس المعادلة يجي يحط لهو middle حقه left و right كل مرة اذا كان لهو المدل يساوي الـ target او اذا كان القيم اللي حنا في النص هي الـ target ترجع ليها هزما هي else اذا كانت اصغر غيره left اذا كانت اكبر غيره الـ right لكن خلنا نحطها الاحين بشكل لهو replication method عشان تذكرونها فكذا بيكون شكل الـ code على شكل replication اللي اطلتون نفسها نسلص في الـ code بس بضحين بدل ما كنا نسوي while loop ونلف كل مرة نغير قيمة الـ left و right الاحين سلو نستدهي لهو البانير سيرت نفسها على شكل اصغر ونرسلها sub array من الاريه الاساسية خلنا هذا الاحين بس نجرب لهو الـ code فالعين من النظر بس القيمة اللي عندنا بتطلع حقتها بثلاثة الـ index حقها بثالث المفترض الضحيني بنسوي run لهذه البانير سيرتش تعطينا ان الـ index موجود في أو الرقم موجود في الـ index الثالث فخلنا نسوي لده حين بس في terminal وهذا بس عندنا terminal الضحين غيرنا بعد من استعمال terminal الـ index code ستلاحظون هذه النتائج معنا هذه الضحين الـ area نفسها طلعنا الضحين الـ location حقها نفس ما توقعنا في المكان الثالثة والـ location حقها هو fourth character خلنا نجرب الضحين بس نغير المكان اللي نبغى خلنا نقول نبغى 13 بس نغير الـ word target 13 نرجع مرة ثانية نفسه لهو الـ terminal نطبع الناتج اللي معنا بس نعيد مرتها للكو ستلاحظون حس صح بس سريع نرجع مرة ثانية ثورا ما غلط بسيط طلعنا نحطنا الـ target 7 ما حطيت له الـ variable الحين المفترض ثورا مرة ثانية ايوه تلاحظون الحين طلع لي لهو الـ index حق الرقم 13 بأنه 6 0 1 2 3 4 5 6 و 7th character هو يعتبر معنا فبس لحين هذا هو توضيح لشكل الميرسورت أو الميرسورت 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 والـ و كم تأخذ كم تأخذ ما عليكم بحين هذا الكود هذا نفسه تقريبا يقول الميرسورت وتسلكشن سورت إذا ما أخذ ضني أو كما قارناه مع بعض الاختصار بيطلعناه الTIME حق الأول والTIME حق الثاني ويطلعنا الTARGET الواحد فيهم فما يحتاج نشوف التفاصيل الحين إذا تبقون شرح لهذه الجزئية هذا الاختبار البايثون اللي يوم الأحد مو الحين ننزل الفيديو بسيط في القناة هذا حين معنا اللي هو الCODE نقرير نسوي رمر ثانية أوكي نسوي save بس نرمنا لتطول كيف نقرر رمر ثانية الله لاحظوا ذا حين طلعنا له هذه المعادلة أو طلعنا هذا الناتج من الوقت الواحد فيهم اللي نسويش أخذ 0.1 ثانية والبناء نسويش أخذ 0.0 تقريبا فبشكل سريع بس عشان أموضح لكم الCODE عندنا ذا حين هنا المتسيكونس المتسيكونس هذه بتبدأ من الواحد لن الرقم هذا اللي تقريبا 10 مليون وبعدين عندنا التاريت حطيته برضو راندم يبحث له بين قيمة من 0 ل 10 مليون واحدة منهم حالتنا اللي قبل شوي الرقم اللي اختاره اللي هو الترمانال كان 6500 لا كم هذا 654000 لا 6 مليون و 54000 والرقم هذا أيين كان ما عدرف تقوله خلنا نجلب بس لحين خلنا نزيد اللي هو 0 القيمة اللي عندنا كان شوفي اللي هو الوقت كان بيأخذ وطبعا قبل ما حدي يسأل هذه المرتبة بحاول أحطها ترتيب كامل بالميرسوس عجل كده حطيته هنا خلنا أوريكم ذا حين نرتبه له الليست كامل بالميرسوس بعدين نحط ذا حين في المقارنة ذا حين من لكن البرنامج طول أخذ أكثر من دقيقة عشان يطبع وأتوقع عندكم الوقت انتم هذا تنتظرونا وأنا بنفسي ما يمدينا انتظر فحطيناها مرتبة وخلاص يمشي على لينرسوس والبالرسوس نفسه له الوقت حتى نغلنا ذا حين بعد ما حطينا له التعديلات هذه نجي نوري تسوي الى لند نوريكم اللي هو كم ياخد وقت شكل أكبر لاحظون طلع له الناتج ذا حين هذا بصفر فاصة أربعة أربعة صفر وهذا بصفر صفر 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 واحد قيمة أقل بك كثير من هذه القيمة لو تزلني له الأصفار بعد تخيله ذا حين الأربعة هذه بتصير أربعة دقائق والواحد هذا بصير صفر صفر واحد ثانية تتخيل الفرق بين هذو الاثنين كل من بلقوا نفس الرقم بنفس له الوقت لا مو بنفس الوقت نفس الرقم بنفس له الوقت حقه هذا وهذا دقرة هذا يوضح لكم لحين الفرق حق الاثنين كيف يكون نرجع الآن لإسلادات حقتنا فرصمات في ترق والله ما عليكم نكمل الضحية للأخير مع مثال بسيط لباين ريسيرش فعندكم ضحييني نقري حجمها ثمانية من واحد لحد احداش واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة سبعة تسعة سكبنا العشرة وسكبنا الثمانية أرقاب لس عادية مرتبة هم شيء ولبا نسوي لها سيرش للسبعة فيها فهنا السبعة ضحيين من النظر شوفونا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة لماذا بدأ من واحد لأن هذا سودو كود بدأ من واحد لأنه سودو كود بس هو يبدأ من الصفر حتى اللو هاي لو تلاحظون هذا مفضل صفر لسبعة لكن عندنا سودو كود قد نتعامل معه ونتعامل مع ساعد الهاي تسعة تقسيم له أربعة يكون تقسيم له اثنين وش أربعة يكون أربعة ونص يكون بأربعة يعني لأننا نجيب له اللور من هذا الناتج أربعة وينه هذا و أربعة كرقم طبعا أربعة كمنطقة فهذا المنطقة الرابعة لأن هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة أربعة بعدين بيش بنسوي فيها بنقارنها هل هي الثارجت حقنا لا خلاص هل هي أسهر أو أكبر التارجت حقنا أكبر خلاص بنأخذ له الجهة اللي عليمين هنا نحن نجيب له الميدل رس ون دين الهاي ويجب بعدين بيقارن هنا هذا كم عددهم أربعة تقسيم الاثنين بيكون ناتج حقنا هنا هنا بيكون الرقم هذا إيكان كان زائد الرقم هذا تقسيم الاثنين بيعتقله الاندكس اللي هنا فهذا بيكون دحين عندهم المنتصف الجديد بنقارن دحين السبعة هل هو التارجت حقنا يسويها يس وقف خاند خرص لا تتولي لبعدين مرة ثانية هل قيمة الأصغر وهو كان أكبر ويجيب لي السبعة ري في واحدة من الجهتين فبس هذا بس نضيح لحين لكلام اللي قلناه قبل شوية أنا نظري إيقسامور أعطاك ما بتعمق بهذا نفس الشي لكن بتارج بتستة على نفس الحجم نفس كل شي لكن دحين عشان ما هي الستة موجودة في الريح حقتنا هذه اللي بيسوي أنه بيشوف القيمة من إلى أربعة سبعة خمسة بعدين يوصل لمرحلة الهاي يصير أصغر من اللو لأننا نحن في عمليات أصلاً الهاي واللو بيتغير مكانا كل مرة مرة اللو بيصير هنا مرة الهاي بيصير هنا مرة اللو بيصير هنا والهاي مع بعض تجمي واحدة من الحالات الرقم حق الهاي بيصير أصغر من اللو معناها أن الرقم ما هو موجود أي أن كان أو القيمة اللي ندور عليها ما هي موجودة خلاص طلع لي not found أو نفس اللي سونا في الكود رجع لي minus one هنا الكود بس هنا minus one minus one على أنه خلاص هذا error وهذا النتج أخير إذا ما حطيته هذا وطلع error بيصير فأحسن تحطون اللي هو نفس ما سواه فال كود موجود هنا شرط عشان ترجع لي إذا كان فيه له الرقم موجود أو لا فأطلع الليل طيب هذا دع حين عندكم analysis of the minor research نفسه له بس دعوني معناه هنا بيصول أنا لس يوان شيف دعوني وش كل قيمة فيها معناها وش اللي هو الأجزاء اللي فيها موجودة والtime حقها كيف بيكون كل ذلك كلام قلنا قبل شيء لكن بشكل سريح خلنا أول شيء عندكم هنا constant time حق c بيكون c1 أنا هذا حين عبارة عن شرط يتحقق أو لا حسب اللي هو الشرط حقنا ما بيتكرر أكثر من مرة حقق خلاص يرجع false ما تحقق ما بيرجع شيء ويكم مد هذا بc1 هذا بكم برضو مد c2 عبارة بس عن assignment اللي هو الفاري حق المد هنا fc3 برضو بيكون c3 هذا برضو بيكون اللي هو c4 c5 للأخير لكن fine research هذا الكرجع method فبتكون عندنا same problem بودة size in tx2 هذا برضو same problem بودة size in tx2 لن ايش بيسوي بياخذ اللي هو القيم sub array يدي يمين اول يصار نصر لهو الحجم الأساسي فناخذ الى console d كلهما بعض وكما بتسيب c3 c زائد time الاساسي بيكون tn خلنا يجي عيدها c اللي هو الان حق final research بيكون tn يساوي tn تقسم الاثنين سائد c ليش ما خليناها ثالث اصي لانا ما بتفرق هذا instagram value كذا ولا كذا الاخير اصلا نحن هذا كل بنشيل الو c بشكل كامل وناخذ tln تقسم الاثنين الحالة tn tx2 tx2 tx3 tx4 هذي ما نعتبرها linear ما نعتبرها logarithmic دائما انها تاخد جزء من المعادلة الاساسية log n هو running time حق اللي هو binary search او الثيتا حقتها order of growth اسموها زي ما تبقون فعندكم في النهاية يقول لك tn هذا بيكون اللي هو موجود هنا براح الconcent running time for array size n هنا بعد نبسط 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 لهم نبسط قيمة هذه بواحد المعادلة حقتها banner search tn زي ما هو بتكون sub barbomb size وهذا بيكون c لأن ثابت هو جاد عين حلها عوض بله رقام deal n for وطلع له sub barbomb كل واحدة فيهم طلع معالخير الناتج يتقسم كل مرة على شكل رقام لين طلعت لأخر شيء هذه المعادلة لين طلع كل القيم بواحد لذي الحالة ما دنا نقدر نقسم أختم كده وخلاص بسوضيح ما هو شيء مهم يعني مرة فبس عليكم تذكرون أنه في النهاية ذا حين هذا كله الورد الفقود حق بيكم كم الآن نكمل الآن للنقطة اللي بعدها معنا في الدرس بعنون the recurrence and the rank time يقول لنا هنا the recurrence go hand to hand with the divide and conquer paradigm because they give us a natural way to characterize the rank time of the divide and conquer algorithm نفس ما شفنا ذا حين في الأمثلة السابقة في الشابتر الماضية وفي الشابتر هذا ما عليه البان الريسيرش استعمال للـ divide and conquer يعطينا طريقة سهلة أو طريقة واضحة طبيعية نفس ما هو وصفها هنا عشان نمثل الوقت حق اللي هو الـ divide and conquer algorithm مهما كانت أو الـ running time حق الـ divide and conquer algorithm فحلو أن نستعملها معاها دايما لو لاحظتم في البثال حق الكود اللي وردتكم لها البان الريسيرش أول مرة استعملنا بله من غير الركارجن والمرة الثانية استعملنا له بركارجن والمرة الثانية اللي كان فاهم من طريقة الركارجن كيف كانت أوضح بكثير اللي هو المثال الأول وأسرع بعدما نستعمل له الريسيرش ما تكرره تمر كل شوي عشان تسوي له الركارجن خلص استعملنا له عملية ركارجن كاملة عشان تمثلها بعدها يقول لنا recurrence لأن الالغريثم تكون لدينا الالغريثم وفيها استدعاء لنفسها في سين عندنا هو recurrence باختصار لأن هذا هو الأساس حق الركارجن معادلة أو function تستدعي نفسها وبعدها على الركارجن أو الركارجن يقول لك it is an equation or an equality عملية أو equality توصف لنا function in terms of smaller value or value in smaller input ليش؟ إذا حين لو تلاحظون العمليات السابقة سواء كان في الميرجسورت ولا كان في الباناري سيرش العملية هي ومن استدعيها مرة ثانية والفنكشن من استدعيها مرة ثانية نستدعيها في فاريو أصغر في الميرجسورت كنا نستدعي له sub array من الأرية الأساسية وفي الباناري سيرش كنا نستدعي قيمة أقل فحسب اللي هو المعادلة حقتنا سيما بتكون للي هو recurrence الثانية وركارجن الثالثة الرابعة أي أن كانت قيمة أصغر من القيمة اللي قبلها يمكن تكون بنفس القيمة نقدم نستدعي للميرجسورت المثل مرة ثانية طبيعي لكن لازم يكون عندنا حالة شرط يوقف لنا هذه العملية بس معنا نضحي من الكلام حين كل العمليات اللي بناخذها والمثل اللي أخذناها سابقا مع الفنكشن والالغيرثم يوم نجي نستدعي الالغيرثم مرة ثانية ونسوي لها الكيرجن لنفس اللي هو الفنكشن حقتها بناخذ قيمة أصغر باختصار كما عليك بدأ حميل الكلام السابق نشوف هذاك بعدين إن شاء الله في الدروس القادمة بعدها يقول لك recurrence can take many forms a recursive algorithm might divide subproblems into unique and equal size يمكن عندنا ذحية recursive algorithm تقسمنا له المشكلة لsubproblems ما هي بـ equal size هذا يعني غير اللي هو مثلا ممكن يعني تكون سنين ثلاثة واحد ثلاثة سبلت أو أربعة لثلاثة واحد على أربعة أي تقسيمة تكون ما هي مرتبة أو ما هي متساوية باختصار if the divide and combine sub take linear time such as an algorithm would give rise in a recursion أو recurrence هذا عندكم اللي هو النوع الأول يوم تكون اللي هو recursive algorithm تستدعي أو تقسم اللي هو subproblems لأقصام ما هي متساوية يقول لك بعدين subproblems are not necessarily constraint to begin a constant like a fraction of the original problem size for example a recursive version of the linear search yield the recurrence flntn-1 على الثيتا الواحد أو جمع له الثيتا الواحد باختصار هنا يقول لك إنه مو شرط الضحين subproblems اللي تطلع له بعد ما نقسم اللي هو الفنكشن الأساسية تكون يعني constant value تكون مقسم مثلا ذا حين في نفس حالتنا هذه 2-3-1-3 كل مرة إذا جينا قسمناه مرة ثانية تكون 2-3-1-3 لا عادي تكون اللي هو كل القسم مختلف وأعطاك اللي هو مثال على هذا الأقسام من recursive في linear search إذا خلينا ذا حين على شكل recursion خلو أريكم يا شكله في الكود هذا حين نفس linear search على شكل اللي هو recursion هذا الذا حين ما كنا نسويه عبارة عن لف عن اللي هو و بعدين نقارن كل مرة نحط له نفس ما كنا نسويه في recursion method السابقة يحط أول شيء شرط التوقف هذا الشرط اللي بيقف عندك اللي هو base case هو exit case نفس ما أوريتكم بعدين يجي عندنا المقارنة if array index تساوي target ترجعه لا رجع له linear search مع array مع index زاد واحد عندك ذا حين linear search تأخذ تقيم الاراية نفسها الtarget اللي يبغى هو index الاندكس هذا بيكون اللي هو في البداية بال zero فعلا اللي هو بيكمل بيزيد كل مرة واحد اثنين ثلاثة اربع للأخير إذا وصل حاله الاندكس صار أكبر من الحجم حق الاراية رجع minus one خلص يعني ما لقينا له القيمة حقتنا هذا حين يجينا اللي هو باستدعيها نجي نحط له مثلا array أي قيمة معينة array الاراية نساوي مثلا هذي الاراية 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 مثلا وبنسوي print حين اللي هو للناتج من هذي اللي هو الاراية هو الناتج مو الاراية نفسها خلي اطبع للاراية صح نشوفها بعدين مع بعض بعدين اطبع لي نفسها هالفنكشنز مع array حقتنا اللي حطيناها مع الاراية الموجود وبداية الاندكس بالزيرو خبستعنا للحين هذي الفنكشن يبدينا نبدأ من اي مكان نبغاب نعد من عنده ومو شرط في الانرسيرش تكون القيمة مرتبة حتى بالركارشين نجدنا مثلا نغير الطائق الضحين لخمس وستين ونحطها خمس وستين مكان جنبه الثلاثاش مثلا بس في الانرسيرش هو اللي يحتاج نخليها مرتبة لكن ما علينا عندنا لحين هذي المعادلة خلنا نجرب الحين نطبعها في الترميل الترميل معنا خلنا بس نسوي clear نطحنا المكان ونسوي طبع على البيتورج للبود نفسه اوكي ما عليكم ان هذا طبعه حاقة الكود السابق هذا هو الضحين اللي يهمنا عندكم الضحين جاء طبعا له الناتج نيرسيرش عندنا وطبعا بعدين الاندكس حق الفاليو كنا ندول عليه لخمس وستين سفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة نفس اليوم طالعين هنا اختصار خمدين نستعمل المثلث في أكثر من عادنا مو شرط تكون divide and conquer عشان نستعملها فيها لكن نفس ما هو ذكر في السايد يمشون مع بعض ذلك الاثنين سهل نستعمل له الكارجين عشان نوضح اللي هو value و ال time حق ال divide and conquer algorithms نكمل الآن عندنا الآن بعض ال example على ال recurrence عندكم الآن هذا هو ال linear search اختصار هو ذا حين time حقها بيكون n نقص الواحد زائد اللي هو theta الواحد time حقه في الأخير كان بيكون theta للن بس باختصار اللي بيصير له هنا بس انه بيجي بياخذ اللي هو قيمة مثلا index بستة الو للن بعدا بيصغر اللي هو الحجم حقه المعادل حقتنا يصغرها 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 لين يصل له القيمة حقتنا وصل لها خاص بيوقف ما وصل لها بيكمل نقص 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 لين يطلع لنا ال value اللي قاعدين ندور عليها و theta الواحد هذه عبارة بس عن عدد اللي هو العمليات اللي موجودة عندنا في المعادلة نفسها هو ال linear code باختصار اللي هو السي نقدر نعبر بها فان ما هي مرة مهمة فان هاي بيطلع له theta الان بس المهم وهذا بان شاء و النقص واحد بان شاء لانها unsignificant ثم علينا بس هذا ذحين مثال على اللي هو recursion for linear function فعندك ذحين هذا مثال بعض الامثلة recursion method ستلاحظون كل واحدة فيهم تستدعي نفسها كل واحدة فيهم بعدين نشيل اللي هو القيم اللي ما لها فايدة ننسق نفسي value بعد ما اطلع اللي هو order of growth حقها فهنا اقول لك that loops through the input to eliminate one item هذا ذحين تمشي على ال input واحدة كاملة بعدين تحذف اللي هو القيم واحدة واحدة بس في فرق ذحين بين هذه وبين linear ال linear ال N هذه بسي ونرجع شوي تشوفوا هنا theta 1 concept بيكون حقها ما هو ب N فهنا order of growth حقها بيكون ب Ns2 بدال هيكون اللي هو N حالة اللي هو حقه ال linear ثم بيشير كل القيم بعدين بيقول ان ال N و N مع بعض بيكون انه هو Ns2 الاخير بعدها عندنا هنا ان تقسيم الاثنين هاي طبعا ال lock على طول هذا C constant ما يحتاجه recursive algorithm that half the input one step هي تقريبا مشابهة لعملية اللي هو linear sort اللهم بس لحين هنا بيكون N لل C وهنا بيكون A ما علينا هذي عندك بعدين مثال ثاني 2T ان تقسيم الاثنين هذي رحين عندكم اللي هو recursive algorithm that half the input must examine every time in the input هنا يكون في C واخر واحدة recursive algorithm that splits the input into two halves and does constant amount of other work وفي كل حالة ضحين من هذي الحالات كان أرض فقض حقه مختلف لكن بس أمثلة على recursive ما فيها علومة يعني أضافية ما يحتاج تحفظون هذي الأكواد واحدة واحدة هذي بس أمثلة ضحين على استعمال له recursive مثلا نكمل الآن عندك اللي هو recurrence and running time تكمل نفس الموضوع حقنا what is the action running time of an algorithm كيف نعرف الآن action running time حقها we need to solve the recurrence with obtaining the asymptotic notation yeah theta or big O notation bounded to the solution فعشان نتسوي هذا الشيء يقول لك أول شيء find an expected formula of the expression نلقى له فورملا معين للأكسبشن حقنا بعدين bound by recurrence by an expression that involve an N recurrence expression للحين حقنا بس نسوي له bound بالN مو أن نخليه له N الحالة لا الأكسبشن نفسه نخليه له على شكل N يعني هنا تقسيم الاثنين هذي صلعة log نتقسيم الاثنين هنا ضرب الاثنين هذا بيكون اللي هو N log ال N هنا بيطلع يكون log مع ال N بيكون N log ال N هذا الحين عندك انتقسيم الاثنين ضرب الاثنين على طول هذا بيعطيك اللي هو N وكده للأخير بس عشان نطلع له حسب المعادل بنشوف عليها مثلة بعدين قدام للي مفاهمها معنا حلين عليها ترى مثلة سابقة في المالسورت وبعض اللي هو عادلات حقاتهم كيف نطلع الجسمة الوردف كروث حقه باستعمال له اللهم بس لحين الآن بيحتاج حين ندور الفورميلة بعدين بتسوي اللي هو عملية البحث على الوردف كروث حقه ونسمعهم سوية هنا بنسوي bound the recursion method by an expression that involve the N بعدين بنطلع له المعادلة بالأخير باستعمال الثهنة نكمل الآن بعض المثل الضحين لsolving the recurrence عندنا قلنا أربعة بناخدها الضحين على هاي الدرس وهذه بنكمل فيها لين هاي الدرس اللي هو the iteration method the substitution method the recurrence tree method and the master method فهذا الفيديو بناخد الضحين بس لثنتين وإن شاء الله لو قدرت بعد ما أخلص الاختبارة لين ننزل لي جزئتين اثنانية أحاول أبدأ فيها من بدري لكن قدرت وما قدرت تخلصها الله عالم حسب الظروف وقتها بالنسبة لشابتر فور بارتو هذا ما شفت فيه والله أفكار واجهة صعبة يعني يمدي الواحد يضيفهم عليه يعني اللي هو من نفسه أو فيديوهات بسيطة كم فكرة على نفسه المواضيع السابق حقتها مايش لحفكار جديدة فهه ما أظن إن شاء الله أني بقدر أنزله لكن نشوف يعني ما حد يدري وشه اللي بيصير اللي بغا يطوع ويمسكه حياك الله تسوي فينا والله خير لكن ما أقدر والله أضمنه هذا ما أقدر أضمن حتى البارسة الثانية من درس هذا فهه نشوف يعني اللي يصير إن شاء الله فهنا بس الحين نكمل على ذلك الاثنين ونشوف اللي هو الموضوع بعدين هذا هو باختصار نفس ما هو كاتب بيحول اللي هو على شكل أو عملية اللي هو جمع السيقمة وبعدين بيحاول يسوي لها باوند باستعمال نون سيريس نون سيريس مثلا عندكم اللي هو السيريس العادية وان تو تري الفوبناشي سيكونس إذا تذكرونها اللي هو واحد واحد ثلاثة إلى آخرة أو لا واحد واحد اثنين ثلاثة فجرونسي سيكونس منشوفه بعد شوي اللي هو ن مثلا أسل ثنين اللي هو بتكون واحد إلى آخرة هو باقي يعني السيكونس بنشوفه إن شاء الله في الجزئية هذي بعد شوي بعدها عندك اللي هو هذه باختصار يقول لك بنحذر فيها باوند وبعدها بنستعمل المتماتيك الاندكشن اللي كان موجود في شابتر 3 آخر شي عشان نطلع أو نثبت هذا القس فهو بس يعتمد على ذحين المتماتيك الاندكشن بشكل عام ونشوف ذحين كيف عمية اللي هو القس بتكون في نفس اللي هو الدرس هذا أو الفيديو هذا باقي إذا حين نضع لي ثنتين فالrecurrence entry method بستعمل بنحول اللي هو على شكل تري النوتس حقتها بتمثل الكوست على كل اللي هو لفل عندك من اللي هو وبعدها بنستعمل اللي هو تكنيك عشان نجمع أو نصوي باوند سميشن تسورب دستركرجن نحن عندكم مثلا الميرت سورت بياخدها حين لديك لكل القيمة عندك بيشخليها على شكل تري وفي كل تري بيكون عندنا كوست لحسب اللي هو الحجم حق الاريه اللي عندنا أو حجم اللي هو العملية عندنا حسب على قراتم طبعا بتكون آخر شي دماثر مثل بيكون باوند فالركرجن أوف تا فورم وير اي أكبر يساوين واحد بي أكبر واحد هذا حين عندكم اللي هو الفورم حق اللي بنستعملها في المسترمثود في المسترمثود هذا حين بنقدر بعدين نحل اللي هو باستعمال ذي المعادلة باختصار وير اي أكبر يساوى الواحد بي أكبر من واحد إلى آخره وبتشوفون يعني إن شاء الله طريقتها في الصيدات الأخيرة في فيديو القادم إذا كان في فيديو قادم بسيطة فكرتها ومشروحة أظن في فيديوهات واجهة في اليوتيوب فما علينا ندخل على أول عملية معانا نفس ما قلنا لكم الضحين الضحين التحول الركرجين على الشكل بعدين بنحاول نربطها بأنه نصير اس بنحلها باقي الطريقة فكيف الضحين هذا الشيء يقول لنا هنا أول شيء إثيرات the recursion until the initiation condition initial condition is reached اللي هو ال condition اللي بنوقف عندها بعدين use back substitution to express the recurrence in terms of in and the initial boundaries condition طيب الضحين هذا الكلام الحين شوف عليها مثال وتوضح لكم الطريقة شوفوا عندكم الضحين هذه المعادلة خلنا بدل الضحين الحواسل اللي هنا كلها موجودة ناخذها كده على الجن ونحلها مع بعض بنفس هذه الطريقة باختصار الحين شفتوا هذه المعادلة خلنا نحاول نحلها الضحين بشكل هذه المعادلة يعني نفسها خليها نحولها على شكل summation فنحتاج اللي هو نبسط العملية لأبسط صورة لهذه نقدر نتخيلها طيب كيف نتخيل الضحين هذا الشكل شوفوا عندكم الضحين هذه العملية اللي هنا موجودة اللي هو ركر جمسد عندنا نبغى ناخذ الضحين هذه المعادلة ونبسطها أكثر كيف طيب تقول لي خلنا الضحين نعرف وش هذا بالضبط بيكون التين تقسيم الاثنين وش بيطلع لنا اللي هو السي نفسها المعادلة حقتنا هذه سائد التين تقسيم الاثنين صح؟ سنضحين هذه المعادلة نفسها بيطينا اللي هو نفسها المعادلة ونقسم على اثنين لكارجين كل مرة بيستدعي نفسه اللي هو العملية مع قيمة أقل خلو؟ فهذا الضحين خلنا نحطها مدال اللي هنا ايش بتصير؟ صغير اللون اكبر الخط شوي سي زائد هذا اللي هو سي زائد تين تقسيم الاثنين على اللي هو تين تقسيم الاثنين خلنا نحطها فاربعة مثلا انا بقسمها دحين اثنين بنا نقسمها مراتين على اثنين هلو؟ نبس بشكل احسن اربعة ايوه ونكمل لنا هذا اثنين الحال اربعة دحين دقيقة خلنا نقسمها زيادة وش بتصير؟ يعني باختصار تين اللي هو الاربعة او الان تقسيم الاثنين الاربعة بيكون نفسه المعادلة مرة ثانية تي سائد التين تقسيم الاثنين مرة ثانية باختصار فنحط هذه دحين كلها بدل اللي هنا تير ايش سي زائد سي زائد سي ثلاث مرات زائد التين نقص الاربعة على الاربع اللي هو كم؟ تين على الثمانية ومالش تي مو تين هي تي تايم حق له ان تقسيم الاربع او ان تقسيم الثمانية فهنا دحين نحاول نبسط دي اكتر السي اللي ملاحظ دحين شوف اللي السيكونس حقه تقعد تتكرر كل شوية ثلاث بدل ما نحط له سي زائد سي زائد سي نحط له ايش انزل ان سي على طول ودحين التين بدل ما نقول اربعة اثنين لاربع ثمانية خلنا نقول انها تساوي او نخليها زائد تي للان تقسيم الاثنين بص الان الآن خلو ثانية مرة بتبدأ بواحد بعدين بثنين بتصير باربع بعدين بثنين بتصير بثمانية ثلاثة تصير بثمانية وتكمل يعني كده الأخير فكده الاحين طلعنا هذي المعادلة اللي عندنا خلنا بس عشان ما لحد يلخبط ويحس إن ذا الان هي نفسها اللي هنا نحط عندك الان بمثلا قيمة كيه مثلا ولان تقسل كيه منفش الشي طبعا على الجهة الثانية اللي هاتسي اللي هنا نخليها بس برضو نمس الشي بكي نغير لونها هذا كي هنا كي لانا بنحتاجها بعد شوية حلو بعد ما لحما طلعنا هذه المعادلة باختصار بس اللي سوينا من البداية للأخير كمراجع بس سريع أخذنا عندنا المعادلة الأساسية هذه بعدين بسطناها بشكل أبسط يعني بدنا أخذنا لهوريكيرجي مست حقتها وبعدين بصلناها أكثر بدين وصلنا لباتر معينة أخذنا لباتر ومسلناها بشكل أفضل وبعدين طلعت معنا في الأخير المعادلة أو الفاترة الضحين يطلعنها بهذا الشكل بعد ما طلعنا الضحين كل القيم فيها هلو؟ خلص عندنا الضحين هذه القيمة اللي نوقف عندها من هنا الضحين بيكمل الشغل فالحين بس لو نرجع للخطوات حقت العملية حقت الاتريشن مثل أول شيء يقول لك هذا الضحين اللي سوله طلعنا اللي هو الاتريشن 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 اللي كون عندك الفاترن حقتنا موجودة فيها هلو؟ الخطوة الثانية use back substitution to express the recursion in terms of n and the initial boundary condition في العملية هذه الخطوة الثانية نحتاج لحين ناخد العملية حقت الاتريشن مثل هذه ونرجعها للإنشيال condition باختصار يعني نبغاها ترجع الواحد ويش الانشيال condition هذه؟ او base condition اعتبروها ايا كان يوم تكون للإن تساوي الواحد اللي هو بنوقف عندها هلو كنا مثلا في ماجر صورت حنا بنقسم نقسم لين ايش لنتوصل لقيمة حقت الان بواحد يعني لو بتكون عندنا الحجم حق الاري بواحد خلاص نوقف ايش نبغى نكمل زيادة؟ نفس الحال اذا كملنا دحين عندنا في البياني ريسيرش عندنا بنبحث بنبحث لين نلقى القيمة حقتنا او لين اللي هو معادي نلقى القيمة حقتنا وديسير اللي هو الهاي اكبر اكبر من اللي هو اللو او اللو اكبر من اللي هو الهاي فدحين هذي عنده نحن نبغى دحين نرجع لها عشان نوصل دحين لانشيال condition هذي عندكم دحين انا بس نلف شوي نحتاج نخلي التي بواحد باختصار كيف نوصل لهذا الشي باختصار باننا نخلي له الان تساوي الاثنين على الكيه ليش الاثنين على الكيه كان بتساوي واحد خلاص نحطه بواحد فنقول اف ان نحطه حين حنى condition كده من عندنا condition هذي بتصير صحيح لكن حننا نحط assumption اف كانت الان بساوي الاثنين على الكيه نقول دن الان بتساوي اثنين الكيه الان لأ الان تقسيم الاثنين الكيه بتساوي واحد. ويو ساوي واحد ايش بيصير بنوقف. يرجعنا له السي باختصار. هذا هو اللي قاعدين حاول لوصل له. فالحين دائما المعادلة هذي صحيحة. ايش بيصير? قيمة الكي عندنا بتصير تساوي لقا الان. الوت هو هنا داحين قاعدين نساوي الان بالاثنين الكي. كنا خلاص ساوي واحد. وش وصلنا بالكي داحين. وكيف صارت لقا الان? الحين اذكرك بس شوف. تذكر داحين يمكننا تكلم. الشابتر الثالث. عن بعض العمليات في اللق. كانت بشكل بسيط كده مذكورة. هذا اللي سويري هنا باختصار. لو مبسطها لك بشكل افضل شوف. لما نقول الان تساوي اثنين الكي. خلو. ويوم نحط لق على الجهتين. اي شي لق عليه اس بيعطيك اللي هو القيمة حقتها بيساوي اللي هو الكي باختصار. ويوم نحط لق على الجهتين الاثنين بتروح يبقى للكي. كل لق اثنين الان. يساوي الكي. لان لق الاثنين الكي بيساوي للكي باختصار. اي قيمة لق فوقها اس بتروح له الاس في البداية. هذه كقاعدة اخذناها في. السلايد. حق شابتر تريد ذاك اللي كان يتكلم عن بعض عمليات اللق. اذا نسيها ارجع لها احسن. انه. منكمل الى حتى في الدروس القادمة على مليات هذه. فباختصار هذا اللي سوناه عشان نطلع ذا حين ان الكي تساوي لق الان. عطينا لق على الجهتين خلص صار الكي عندك يساوي هذا القيمة. فطلعنا ذا حين قيمة اللي هو الان. طلعنا القيمة حقها الكي. نيجي بس نبسط الحين. نغير القيم ذا حين بالقيمة الموجودة عندنا. اذا طلعناها قبل شي. الكي كم بتساوي لق الان. عندك بعدين السي. السي نفسها. ما في غيرناها باي قيمة. خلنا نحطها بالاحمر. خلنا عرف وشي الغيارة وشي ما غيرنا. بعدين عندك زائد تي. زائد تي. الان تقسيم الاثنين الكي. الان كم قلناها? قلنا في حالتنا دي بتكون واثنين الكي. هنا قاعد نتكلم الاحين على واحدة. ما بنحطها كفاترة نفس اللي سوناها هنا. عندنا خاصة الان بتساوي اثنين الكي خاص نبدلها باثنين الكي. اثنين الكي تقسيم اثنين الكي بواحد. حلو. الحين ايش نسوي خلص بصو. دام عندنا الاحين كل شيء واضح كل القيم موجودة. السي هي عبارة عن كونسنت. انسكري في الفاليو يشيل. كيل واحد. دام حق الواحد والشي واحد انشاء برضو. الشي الوحيد المهم عندنا هو فخلص نقول. حق اللي هو حق المعادلة هذي. ساوي. بس. خلص خلصنا. فهذه ضحينا الطريقة حقت الحقتنا. ستلاحظوا في النهاية هذا هو ناسي طالع معنا. سوى نفس الطريقة حقتنا سوى لكن يمكن لخبط شفية له والسالات طريقة اللي سواها. اقسامبل ثاني عندكم ناخدها. ونحل نفس الشي ذا حين بس. بس اننا فاهمين. ان شاء الله فاهمتوا ذا حين الطريقة كيف تشتغل. نجي نرجع لي اللي هو اللايت. بس هذا ذا حين معك. خط الفوت هذا. حلو. هذه معنا المعادلة مع شرط حق الوقوف حقها. طبعا احيانا نختلف الشرط لا تأخذونا دائما على انه باند بيساوي الواحد احيانا يمكن ان اثنين ان ثلاثة. تفرق حسب الالغرثم اللي قاعدة تستعملها. فعلى هذه الالغرثم اللي حين خلنا نشوف الباتن اللي موجودة. ناخد اللي هو التي اللي هنا موجودة. ونجي نترجمها. تي نتقسيم الاثنين او نبسطها مو ترجمة. نساوي ايش نفس المعادلة اللي فوق ان سائد اثنين للتي. حق الان تقسيم الاربعة بيكون. ليش انه تقسيم الاثنين فخاص نختصرها على نفسه نقول ان تقسيم اثنين تقسيم الاثنين اللي هو باربعة. خاص نوقف هنا. ثم نجي هذا هذا نحط الحين على الجن. نقول ان زائد اثنين اللي هو التي. ان تقسيم الاربعة. ما هي? حطينا هذه طيبة الان تقسيم الاربعة هي ان تقسيم الاثنين. حطيناها تقسيم الاثنين في المرة الثانية هنا. خاص صارت اربعة مرة واحدة. بعدها خلنا اخدنا مرة واحدة نقسم ونبسطه. ايش بيصير? يساوي اللي هو المعادلة نفسها لان زائد اثنين برضو. التي تقسيم الان تقسيم الاثنين في البداية تقسيم الاثنين تقسيم و بدك اثنين ثلاث مرات. مهم ثمانين نبكة خلاص نحطها زي ما هي. نجي الاحين نحط نضرها كل ما بعض يصير ان زائد طورة. زائد ان زائد ان. زائد ان زائد ان. زائد ان زائد اثنين ضرب اثنين ضرب اثنين. يقول ضرب اثني مع بعض كل مرة والان مع بعض نجمعها. تحطوها جميع ب Kubernetes طبعا بس. بعدين انت تحطون الان مع بعض و الاثنين مع بعض بي prick الى الشكل. نظر بالن ثم س frenب الان. على تي تقسيمي له الثمانية في الحالة الثالثة وش الباتنة دي الحين عندنا هنا الان تتكرر مجموعة الان تتكرر مضلوب والتي الان حقها انا حطيت تي تقسيم الاثنين دقيقة قرط هذي ان تي الان تقسيم الاثنين ماليش الثمانية كده الثمانية كل مرة الاثنين بص الكي قاعد تصير اثنين اربعة ثمانية للأخير فحط هذا حين على بعض الان الصلاة نحط كي الان نلعين كل مرة تزداد نجمعها مع بعض الثالثة نضرب مع بعض بصير ثنين للكي ثنين ضرب اثنين بأربعة في ثمانية قاعد بس نحطها لأس باختصار حالة وضرب التي الان تقسيم ال الاثنين أسا الكي الاثنين أسا الكي ماليش انهي بتكون اثنين أربعة للأخير حلو حلو خلصنا هو الخطوة ظللنا الباتنة حقتها بعدين نجي نسوي نفس اللي كنا نسوي نحاول ندور الوئة نشي الكونديشن حقتنا اللي بنوقف عندها انشي الكونديشن طبعا معناها بترجمة الحرفية الكونديشن الأولى لكن نعتبر يعني الكونديشن اللي بنوقف عندها في الأخير فنجي نقول ف كان ايش الان يساوي نفس الحالة في المثال السابق اثنين الكي ثن عندك الان تقسيم الاثنين الكي ساوي واحد والان او معلش الكي بتسوي ايش لوق الان عاد خاص انشار عرفي ليش لوق الان سويناها الحين فعلى هذا الأساس الحين خلص طلعنا الان طلعنا الكي طلعنا كل شي عوض الكيب كم قلنا الكيب لوق الان لوق الان الغربة اللي هو ايش الان زائد الثنين بس الكي اللي هو بلوق الان برضو خرب التي على الواحد ليش واحد لانه هنا اصلا بنبدل الان بالقيمة حقه اثنين الكي وخلص نضعنا ناتج حقه بواحد نجي نبسط خلص الواحد بان شاء اثنين لوق الان linked WILL لان هي اذا جينا بعدين بسطة ستكون الوق وهذه ما يهمنه مراقيمة مرة صغيرة يبقى الان ولان ضرب الاثنين مخلص الناتج حقه كم n ضربها اللقيق Mythic بس there we と وهذا هو الناتج معنا كده حلينا لها المعادلة حقة هذه الطلعنا لها Studios time ات اختصار نجي نشوف اللي هو اسادات طلعها نفس الناتج في الاخير بس فهذه هي طريقة الاترشن مثل باختصار عندكم برضه اقزامل الاخير هنا سوى على نفس الطريقة نفس كل شيء شربها لهذا تبغون لكن ما نشوف يحتاج لحينا على المثال السابقين كانوا أصعب منه ف نكمل الآن بس مثال ثاني حطه نفس الطريقة على المثال الثاني اللي هو substitution method إن شاء الله فهمتوا عن النقطة الماضية إذا تبغونها شرح هلا عادين إن شاء الله ما يحتاج أقولها خلاص فالsubstitution method حين قلنا عندنا حاجة نحن نسويها نسوي guess لأحد العمليات اللي عندنا ونسوي verify بعدين لهذه القس فنقراها مع بعضي بلك بعدما شفنا ده حين كيف يسوي الـ اللي تمشي مع بعد بعد ونقر we will learn how to solve the using the substitution method أعلم لده حين على الـ وفي الحين السبتويتويتويتويتو it's the most general method هذي خياراتي مننتجي إذا سأل وش الـ وش المستجنر المثود هذي السبتويتويتويتو what's comprised of two steps guess the form of the solution the solution وverify by mathematical induction to find the constant and show that the solution work فهذه فيها مراجعة شوية للمتويتويتويتويتويتويتويتويتويتويتويتويتويتويتويتويتوية guess solution for the function when applying the individual hypothesis or smaller value or smaller value hence the name substitution method ليس the more substitution method لأننا نحن نسوي substitutes للـ guesses اللي نقاعدين نسويها بعدما نسويها verify this method is powerful but we must be able to guess the form of the answer in order to apply it ولكن هذه إذا حين المثود تعتبر قوية مقارنة بالباقين أو ما قلوهم مقارنة بالباقين قال لك إنها قوية بشكل عام لكن لازم حنا نعرف كيف نسوي guess للـ answer الضحين اللي موجود عندنا لما نعرف نسوي guess خلاص ما بتفيد من الضحين هذي العملية بيكون بس نجرب كل guess وحسب حظة نعيب يكون عندنا we can use the substitute method to establish either upper big O or lower big omega bound لقد نستعمل اللي هو upper big O ولا lower big omega big omega اللي هو كده أو big O ما عليش اللي هو كده big omega اللي هو كده بس ما نستعمل إلا big omega O أو small O ما هو معانا اللي هو small omega يا big omega يا big O يا big O يا lower O باختصار ونركرج ثم نغير بس نطور هنا خلنا عرضهم نروح للمثال ونشوف من هناك طريقتها إن شاء الله تفهمون هناك بشكل أفضل فهنا ذا حين هذا المثال حق الحل مو مثال هذا بس شرح ذا حين للطريقة حقة الحل حقنا يقول لك مثال عندنا tn نساوي big O أول خطة معانا بيسوي الاندكشن لقول بأننا نجيب الديفنيشن حق الاسمتلتك نوتيشن هذي وش الديفنيشن حق الأو يوم الديفنيشن حق الأو بس عشان ثباته أنه يقول عندنا function fn لازم تكون أصغره ويساوي function للجي مضروبه في قيمة constant الهيس سي هذا هو الديفنيشن حق البيق O شاب ترتيه ومذكرها ارجع لها حلو خلاص نجي ناخذها ونبدل لدحيين بهذا القيمة اللي هنا نجي نحط اللي هو constant هو سما بd لكن عادي cd أيًا كان له القيمة اللي حطها for some d أكبر من الصفر هذا هو قاعدة أساسية وعندنا بيكون end note بيكون الان حقها أكبر من أو يساوي أي قيمة أكبر من أو تساوي له الان نوت بتكون دائمًا صحيح هل هذا الشرم حلو؟ فالاندكشن هيباثيس حقتنا فنبدل لهو الان عندنا بالك طبعا حسب لهو المعادلة هي تفرق بنشوف المثال بعدين اللي بعد دي سلاده وش لهو الطريقة هقته فهيباثيس يعني حقنا كقس for all k أصغر من الان نحاول نحقله عكس الشرط اللي هنا بعدين بنسوي لهو إثبات للشرط حقنا بالاندكشن مثل أو المثماتك الاندكشن use the induction hypothesis to find some value of the constant d and a note for which the induction goal holds باختصار نروح لحين خلاص للمثال اللي موجود عندنا نورجي نحاول نحل له بعض تماما الآن بنحل لهذه المعادلة بطريقة اللي هو substitutional induction أو substitutional method باختصار فنفس ما هم ذاكرين فصادات الحل حقها بيكون نفس أو طريقة اللي هو mathematical induction فنحاول أول شي نسوي هايباثيسس فلن بنثبتها باختصار إذا ثبتت هايباثيس خلاص الحل ما أنا طلع صحيح إذا ما انثبت الحل غلط باختصار فه واحدة من اللي هو العيوب حقتها من هذا المثل ان الغلط فيها ما هو صعب يصير يعني وانت تحل حاجة بسيطة بس تغيرها الحل كلها بيطلع غلط في الأخير القس غلط فيه وجد تثبتها واطبتلنا صح هذا برضو بيكون اللي هو غلط في النهاية لان في بيكون حاجة في حالك قربة اللي هو الناتج فما انصح إذا كان عندكم الخير تحلهم بهاي الطريقة عندكم الـ induction method عندكم اللي هو و 3 method هذي أسهل بكثير منها والmaster method برضو تساعدكم عليها يعني أكثر من السبسكوش المثود لكن إذا فاهمين ذا حين الاغريثم بشكل عام تعرفون تضلعون guess يعني من النظر للمعادلة وش هي ال time حقها بيكون يعني امشوا مع هذه المعادلة إذا تبغون بس الحل حقها بطويل مقارن يعني ببعض المثل الثاني والغلط فيها ما هو نادر يصير فشي هو معي ذا حين أنا بحل لكم هذا المسألة الحل الصحي هو بريكم كم حاجة يمكن تصير خربط الحل كله فبسم الله أول شي مراجعة بس بسيطة للماثماتيك ندكشن لو تذكرنا الماثماتيك ندكشن كان ماشي على خططة المس أول حاجة نثبت اللي هو ال N يساوي أصعر قيمة ممكنة معانا اللي هو حنا نجي نقول N أكبر من اللي هو ال N note طبعا نحاول نثبت اللي هو N note فمسلا نقول N بواحد نحاول نثبت الآن ال N واحد صحيحة بعدين نحاول نثبت الآن زائد واحد فبهذا بنسوي له أسمشن أسمشن معلكم الخط أن ال N صحيحة بعدين باستعمال هذا الأسمشن بنحل له على N ناقص واحد ال N زائد واحد إنه صحيح ونكمل على هذا الحل لين يطلع له الناتج معانا فنحل بنفس هذا الطريقة ذا حين في هذه المعادرة أول خطة معانا طبعا اللي هي القس فهنا دا حين نحزر وش بيكون الحل يعني حق هذه المعادلة فهذا نحن نحن على الطريق بنحاول نثبت إن هذا الكلام صحيح أول شي اللي هو القس وش بيكون معانا اللي هو الناتج باختصار حلو فالقس دا حين على هذه المعادلة يمكن يعني تكونوا نحافظين شكلها المعادلة هذي وتعرفون الناتج حقها لكن للي معارف يعني من الموضوع حاول تعرفها بسط الشكل شوفوا له الناتج عندك كم بيطلع ويعني حط قس أي قس كان عندنا بنحل عليه وبنثبت إنه صحيح كان غلط خاص يعني القس حقنا غلط وهذه واحدة من المشاكل اللي نكون تواجهكم في المثل هذي إذا حطيتوا قس غلط وجيتوا تكملون تثبتونه فاحتمال كبير لا شعورين يعني تحطون غلط كده بسيط الغلط هذا يثبت له القس حقكم صح أو تكملوا كده الحل فجأة ويطلع معاكم اللي هو الاسنتاج الأخير مقارب وتقولون يلا خالص هذا هو الصحيح وهذا غلط تامي بيكون عندكم معادلة واحدة هي الصحيحة وهي اللي بتمشي فقدنا نقول حين القس حسب هذه المعادلة شفناها قبل شويحنا في بعض الأمثلة في الاندكشن ماثود وفي السودو كود ماليش مسودو كود الركيرجين كان هذه المعادلة نفسها موجودة بالضبط كان الحل حقه باختصار لق اللي هو الاند جينا ذح حين نحطها نقول للهو Big O Notation بس اللي هو الفية لقل الاند معلومة ذح حين ثانية بس إذا جيتوا بتستعملوا اللي هو Asymptotic Notation عندكم Big O Small O أو Small Omega طبعا ال Big O هو اللي الأغلب يعني نستعملها في الأمثلة ونستعملها في أغلب الأمثلة ذح حين قدام أو كلها بعد فأنها أسهل شي ومديكم تتعودون عليها للأخير فلا ما طلب يعني هو لا واحدة فيهم خلاص نمشي على Logo Big O فنقول ال Assumption أن الناتج بيكون أنا بس نحطها بشكل أفضل ال T الان اختصار بيساوي ال Big O Notation لي اللوغ حق لا مو اللوغ حق الان ان لوغ الان معلش ان لوغ الان لأنه هنا موجودة معنا سنحط في الأخير ان لوغ الان تمام هذا هو ضحين القاس حقنا قاس حنا بس بنحط قاس أي أن كان هذا القاس ما في شي نمشي عليه يعني انتو بس شوفوا المعادلة وطلعوا بعدين من المعلومات يعني عندكم على القرتم الشي اللي تفكروا في يعني وش هو الصحيح فالحين بيكون ان لوغ الان فطبعا هي المعادلة الصحية فتكمل يعني عليها حنا بنحاول نسبتها كيف علمنا الصحية لأن كاتبها في الصعيدات وحافظينها حنا أو أن حافظها تبعون تحفظون أحياكم إن شاء الله ما بيجيبوني لهم معادلة الصعبة لكن احتياط فأول خطوة خلصناها القاس بعدها وي أسوم بيجي أسامشن رحين حنا بعد ما نسوي القاس بيجي الأسامشن نفسي لهما طبعا تحفظين بوي أسوم 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 ذات إتسرو خاص بنا نعتبر هذي إترو حالو from m أصغر من خلا رجع لكم دحين اللي دهي بالصعيدات سوف تلاحظون دحين معنا هنا في المثال دحين اللي حطه هنا حق المعادلة أو حق له الحل كيف بيكون كنا حاطين اللي هو أسومشن إن عندك بيكون قيمة متغير k ومعلش مو k قيمة بدل ال n عبارة عنها بk بتكون أصغر من ال n فحنا دحين في الحالة بنعتبره m يعني مثلا وبيحط k بيحط m أي إن كان حنا بنعتبر أي قيمة ونبغاها تكون أصغر من ال n m أصغر من ال n k أي variable تبغاها يعني وبعد ذلك حنا بنغير القيمة حقه ال m هذه عشان تصير أصغر من ال n كيف قلنا نوريكم هاي دحين عنده المعادلة الأسومشن حقا إنه بيكون true from m أصغر من ال n هذا شي دائم بتسوونه بتقولون القيم m أصغر من ال n k أصغر من ال n بنجيب اللي هو variable بنسوي assumption إنه true إذا كان أصغر من ال n باختصار ال n طبعا بال value الثابت اللي موجودنا عندنا هو مو ثابت ومتغير لكن القيمة حقه الثابتة لأنه دائما بيكون عدد ال input أو حجمها أي إن كان فخلاص الحين لأسومشن ذات n m أصغر من ال n وبعدين نجيب اللي هو قيمة ال m حقتنا حنا وش بتكون عندك ال m أي قيمة أصغر من اللي هو ال n نقول خاص m بتساوي n تقسيم الاثنين ليش؟ لأن n تقسيم الاثنين أصغر من ال n بكل بساطة تحزير بس قاعدين نسوي ذا حين هذي أصعب خطوة في القسمة ال substitutional method ال guessing كيف بيكون فيها انت لازم تحذر ذا حين وتحط يم من عندك من معلوماتك طبعا خلاص نقول ل m أصغر من m تساوي n تقسيم الاثنين اللي أصغر من الاثنين أصغر من ال n خلاص نجي نحن للترجمة إيش الترجمة حقت اللي هو ال value حقتنا أو معلش the definition حق اللي هو المعادلة حقتنا اللي هو السوي نها خاص نجي نحط الحين اللي هو المعادلة بال assumption حقنا أو بال guess حقنا يعني لحين نقول tn تكون أصغر من أو تساوي لنها قيمة ال n local n وضربة في h c أختصر بعد أن نقول for some بس اللي هو يعتاب على اللي هو prove حقنا هذه علامة for some ده حين for some بس أكتب غسين for some for some value of c where c is greater than zero نسمي له c حقنا and for all value of n أكبر من أو تساوي ال n نفس اللي كنا نسويه في الكيمة حقت big o وال big theta نحاول نثبت حننا c ونحاول نثبت اللي هو ال n بس العلامتين اللي يمكن جديدة عليكم cyber والباقيين هي النفس اللي كنا ناخدها في discrete math هذا for some يعني تترجموها على طول for some c أكبر من صفر and for all n أكبر أو تساوي ال n not باختصار حلو طيب بعدين نجي رح حين عند نفس هلو ال assumption نجي نقول بس نستخذ ايوه assuming that الم عندنا بيكون ولا خلنا كتب على طول الحسن assuming that حسب رح حين هالي معلومات كلها الحين اللي بنقارن فيه بيكون ايش ال m نفسها حنا ده الحين بنحاول نثبت اا انه m او نحاول نثبت اللي هو truth حقه ان m أصلى من ال n ال m بتكون بتساوي n تقسيم الاثنين فايش بنسوي بس بنبدل ده الحين عندكم في نفس المعادلة الأساسية مع كل n بn تقسيم الاثنين فالشكل حقه ده الحين بيكون نفسه اللي الحين نحاول نسوي ده الحين بروف اللي هو m ضرب log n ضرب c ونبدل بس الحين قيمة اللي هو m القيمة اللي حطيناها عليها انها n تقسيم الاثنين فزي ما قلنا هذا كل ضحين هذا assumption بس اللي هنا pure assumption ماشينا عليه حنا ما احنا قاعدين نحط فيها values tabta او قاعدين نستنتج من المعادلة نفسها لا السنتاج اللي يحيط لعنا اللي هو القس اللي هنا باقي القيم m تقسيم الاثنين والقيمة حقه ال n حنا بس حطيناها كبير قس assumption من اسمها هذه الخطوة كلها assumption على assumption ما اشي عليها فابدل ضحين القيم حقتي لهو m نحو قد نجي نحط لهو اثنين او واح ال n اقسيم الاثنين هذا هو نفسه ضرب log ال n تقسيم الاثنين ضرب c فهذا حين عندك t حق ال m نبغى نثبت ضحين انه اصغر من t حق ال n اختصار هذا tm ضحين لهو هنا موجود حقه الت t نحن هذي قاعدين نشتغل عليها فنجي ضحين ناخذ لهو القيمة حقه tn حطها تحت tn ساوي ضحين حطها 2t نفس المعادل معطا n تقسيم الاثنين سائد ال n هلو نجي بعدين دح حين ناخذها ونبدلها بالقيم عاقة لهو ال n نبدلها بقيمة مثل m ونلبس الخلم الخلم هذا خطي ctrl v خطي ctrl v خطي هنا هذا حين عندكم لهو ال tn خليها خلنا ننحل بلحا هذا عندنا لهو ال m نبغى يكون اصغر من او يساوي او نثبت انه اصغر من او يساوي ايش ال tm واللي هو بيكون ايش الاثنين نفسها الاثنين هذي وال m تنحط احنا بس ببدلها القيمة ضرب القيمة اذا حين طلعناها اللي هي n ضرب لقى ال n ضرب لقى ال n n ضرب الاثنين ضرب c زائد ال n بس تعود الضحين بالقيمة الضحين هذي القيمة اللي موجودة فيه بس باختصار بعد ما سونا الاستنتاج والقيم اللي طلعناها بالاخير فالحين نجي لعملية التبصيل خطوة الثانية معانا الضحين بس نبغى نثبت ان هذا اصغر من هذا اختصار بس خلنا الضحين نبسط عندنا اقوالشي هنا من النظر بس الاثنين اي اثنين على واحد بعد نقدر اشيل الاثنين معا هنا بصير هذه n ضرب ال هذه الاثنين مع اثنين بتروح يبقى لنا القيمة اللي هنا اللي هو log ال n على الاثنين ضرب c سائد ال n ايش حطيت اي اثنين هذي n ماليش هنا خلنا نسجيلها بس n ثم قلنا حنا بغيرنا بس القيمة هذي اللي هنا موجودة مع القيمة حقة اللوغ اللي طلعناها حسب الاثنين والاثنين والان نفسها موجودة ما نغيرها اشكت افتحها اثنين مرة ثانية n ثلنا الازرق عشان ما حدت الخطو خلو فضحين بسطناها نقدر نبسط زيادة؟ ايوة نقدر عندنا هنا ضحين اللوغ n تقسيم الاثنين نقدر نبسط بكيف نخليها لغ ال n ناقص لغ الاثنين فهذه احد العمليات اللي نحتاج نحفظها في شافتها c ثم زارت كلها مرتبة فلا تخربطون انتو بينهم صار عندنا n لغ ال n ناقص لغ الاثنين ضرب c زائد الاثنين حلوين يمدي تتبسط زيادة؟ ايوة يمدي نقدر ناخد ضحين هذي اللوغ الاثنين نحقها بواحد لطول ليش؟ لانه هذي ضحين اللوغ هو باناري الاساس حقه فلوغ اثنين اثنين كان بواحد اللوغ n ناقص واحد n ضرب c ثائد ال n الحين نقدر نبسط لي اكثر بنوزع الو n والc نقدر نحطي الو c على الجهة الثاني على طول لانه حسب قاعدة هذي نعتبره a هذا نقدر نعتبره كله b هذا ضرب c مهما غيرنا في الأور ده ما بيتغير شيء احنا بنوزعهم الثنتين في النهاية فخاص نبسط على نفسنا عشان الشكل يوضح نحط له n ضرب c القيمة هذه اللوغ ناقص واحد خاص يصير nc نوزعها على القيمة n بدلا ما نتعب نفسنا يعني ونوزع مرة واحدة بعد مرة ثانية خاصة nc نعتبرها مرة واحدة ونوزع فايش بيصير nc log n ناقص nc سائد n حلوين هل في طريقة نقدر نبسط فيها اكتر؟ لا كده يكون اخر شيء نقدر نبسط له خلنا دع حين نجيب المعادلة الاساسية حقنا الassumption اللي طلعناه اقليه ال n اسحبه كده بس عندنا على الجم كيل هذا نجيبه دع حين هنا ننزل تحت ونحطه ايش نبغي حنا نثبت كأن نبغي نثبت النوع صغر من او يساوي دع حين هل نشوف هل دع حين هذه المعادلة أسرى من او تساوي بس عشان نوضح الشكل نجي نحط له ال n هنا نحط السي جنبه نفس ما قلت لكم ال competitive low ما تفرق نسي ضرب لوغ ال n هل هو اصغر من او يساوي القيمة هذه حقه ال m هو معلش العكس ال m هنا وال c هنا هل ال m دع حين طلعناه هنا ال n الآن هل القيمة حقه ال n c اكبر من هذه القيمة عساب اللي طلعناه قبل شوية ها اخسر من tn الجواب بيكون yes لماذا لنلحين عندكم هذه المعادلة متشابه الجهتين هنا لكن بعدين بناخد هذه المعادلة نفسها ونطرحها من n c z h فاكيد بتكون هذه المعادلة أصغر من القيمة اللي جنبها ثم هنا في عملية الطرح عندنا القيمتين نفسها متشابه خرص نعرف ان هذه بتكون أصغر 100% وبكذا نستنتج خلص ان وقد تحبتنا ال asmc حقنا صحيح وخرص نمتلكم كده تختمون اللي هو الحل وتقولون هذا هو الناتج معنا حسب هذا النتيجة ثبتنا ان cn أو m أصغر من اللي هو ال n وخرص الحل صحيح فبكذا خرص يمتلكم تعتبرون اللي هو الحل صحيح وتسلمونا وتحطون خذا طلب استنتاج في الأخير حسب هذه الناتج صاحب لكن خلي وليكم ذحيين احد المشاكل اللي ما كنتواجهنا وحنا نستعمل هذه المثل واللي بتقرب الحل كامل او بتضيع وقتك في الاختبار وانت ما عندك هذا الوقت اصلا شان تضيعه اللي هو يتحل بشكل خاطئ او يجيك غس غلط وتكمل عليه يعني في الاخير فخلنا نجيب لكم ذحيين مثال خلنا نقول للقس مثلا انا اتوقع ان تي ان بتكون كم بتكون اللي هو ان بس او فيج او نوتيشن للان حسب للمعادلة اقول يمكن هذي اثنين الان ان شاء لستير ان زاد ان لواحد كده حالة صار اثنين ان خلاص اثنين ان معناها بتكون او نوتيشن لشين الاثنين بان وهذا هو الحل طبعا غلط يعني هذي فهو نسبتنا لهو اللوق الان هو الصح بس خلنا نتوقع لنا كده المعادلة طيب بنسوي نفس الشي بنسوي اسوم ذات ام اصغر 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 من الان خاص بنقول ام تساوي ان تقسيم الاثنين نفس الحركة اللي قبل شو سويناها بنسوي لهو الاسمتوت نوتشن بنحطها بنفس الشكل بنقول ان المعادلة حقتنا دي تي ان بتكون اصغر من او تساوي السي ضرب لهو الان او معلش السي ضرب الان حان طلعنا لهو القيمة بان بعدها بيكون لديه كونستان سي وفر سم فاليو اف سي اكبر من ان كفر فر أول فاليو اف ان اكبر من الان نوت حفو اكبر من التساوي ان النوت حلو خدا دي حيين عندك اللي هون المعادلة بنسوي بروف ليش بنسوي بروف ان التي ان هيش اللي هو التي ام قطع اول شي بتساوي ايش بتساوي القيمة حق تافصل معادلة هذي لكن بنصاص الت rigorous تم тебя تساوي السي ضرب الام. هنلا بنساوي بروف لانه التي ان اصغر من او تساوي السي ان نفسها. اسومنج تات التي ام هو اصغر من السي ام. for المعادلة نفس ما سوينا قبل شي. نقول التي ام او معلش التي ان تساوي المعادلة نفسها اثنين تي. اصغر من او معلش اثنين تي. اثنين طرب تي. من تقسيم الاثنين سائد الان. هلو اصغر من او تساوي اصغر من او تساوي. الفاليو حق اثنين ضرب السي ان. تقسيم الاثنين. كذا سي ان تقسيم الاثنين. فانو جبنا دي المعادلة هذي اخذناها كلها وبدلناها بس بدل الافين. وباقي الاثنين والان حطيناها زي ما هي. انا جبنا دي المعادلة حقت اليو الان نفسها. كنا الام تساوي اصغر من اتساوي السي ام. الام تكون تقسيم الاثنين. خاص بس عوضنا دي حين هالمعادلة في الانكشن اللي هنا. نفس اللي سونا قبل شوء. حلو. نبسط. نفس ما تسوينا قبل شي. اثنين مع الاثنين تروح يبقى لنا سي ضرب الان زائد الان. حلو سي ضرب الان زائد الان بتكون سي ان زائد ان. اصغر من او تساوي الفاليو حقتنا اللي سوينا الاسمتين عليها للسي ان. فهل السي ان دحين اكبر من السي ان زائد ان? لا مفتحين. عندك هذا السي ان متساوين بنزود عليها ان. عكس اللي كنا نسوي قبل شوية. فهذا كل دحين اللي سوينا في النهاية الناتج كله غلط. وش طيب يمكن يصير هنا دحين من غلط? قلت لكم احيان اذا واحد حط قس. لا شعوريا بيحاول يخلي الحل هذا صح. انا ما بيكون مركز ان هذا الحل صح او لا. بحاول يركز بس في اثباته. في جيش يقول مثلا عندك في هذه المعادلة يقول خلاص سي ضرب الان زاد ان. بتصير سي اثنين الان. سي اثنين الان نقدر نشيل الاثنين لانها انسيقنا. خلاص سي الان ويلا سي الان اكبر وتساوي الان تتساوي. يلا صح الحل. مع النصة ما يملك تجمع الامة هنا. هادي سي ان قيمة لحالة وان لحالها. ما تقدر تجمعها من اساس. بس غلطك بس في البداية هذا خلاك تمشي في تالحال كله في النهاية يطلع الحل الغلط. واذا ما انتبهت زين بتحط برضو الحل انه صحيح بيكل سيقه. وبتروح عليك له الدرجة. وعنذا كان ديري صحيح لكم راحة الدرجة كل حق السؤال حتى الحل بيروح. فانتبهوا من هذا الشغلات. خلاص نحين ناخد مثال بس واحد زيادة. خاص نختم له الدرس لكم لليوم. خلاص نشيل هذا بس. خط نفسه الكرام حقنا زي ما هو. نرجع لبعد شوي. وعلى حسب الحل حقنا نكمل النواتج نفس الشيء. نجي لكله. نجيب الآن المسألة الثانية في الأساعدات. هذا هو الآن طيب معكم السؤال. الاثبات في النهاية بس طلع بهذه الطريقة وأصبت يعني هذي الشغلة الحين طريقة كانت مختلفة شوي لكن أنصحكم بالطريقة اللي ورأيتكم بحديث الأخبط ويضيع بعدين عندكم داحين هذا المثال عقل هو الميرسورت اللي تكلم عنه نفسه بس قعد داحين يشرح لكم جزء بجزء وش تسوي بالضبط وش دخل متمتك للدكشن فيه فاللي يبغي يغراه هذا هو عندك الفيديو ووقفه وقره اللي تبغاه لكن هو نفس الكلام اللي قلناه بالضبط ونفس السنتاج يطلع معنا في الأخير وهذا هو الناتج نكمل داحين على المثال الثاني اللي هو البياني ريسيرش نفسه هو المعادلة لحقتنا لكن بدل الان بنحط constant هذه هي المعادلة اللي داحين معنا في ان تقسيم الاثنين زادة سي نسوي القس إنها لقل الان ندام هذي ان تقسيم الاثنين والسي constant ما أنا بيسوي شيء خلاص نقول لقل الان هو الحل حقنا يس ما ندري ممكن صحي ممكن غلط موقف طبعا جاي هبدأ كده من غير أي خلفية وراء لا شفنا اللي هو ان تقسيم الاثنين على الناتج وقلنا خرص هذا هو الحل حقها خطوة خطوة هذا هو القس حق الان حين معنا نجي نحطها داحين بس في بيك او نوتيشن او سمول او نوتيشن ولا البيك سيجما اللي رايحكم قلت لكم البيك او هي اشوف اريح حسن واحدة فاستعملها عالين اللي يبغي يستعملها يبغي يستعمل غيرها براحتكم كلها مسموحة همشي ما تستعمل ثيثة ولا سمول اوميجا ما تضبط هذا التنتين فبقى او للوقل الان هذا داحين القس حقنا كله اذا ترجمناه حسب الاسمتنتيك ديفنيشن ولا الاسمتنتيك باليو يكون ايش ان القيمة حقه التين اصلا ما تتساوي لوقل الان مضروف كونسنت السي ايان كان طيب الاسمشن ذات اتسرو فام تقسيم الان هزي ما قلت لكم هذي بتمشي معانا لين نهاية اللي هو المثل نفسها نعم تقسيم الان ونقول الام تساوي نفسه اللي هو القس حقنا الان تقسيم الاثنين نعملو ونسوي بروف للتي ام نفسها على انها تساوي نفسه المعادلة حقتنا لكن بتغيير القيم حقتها بالام يعني بدلا عندك الان هتصير عند حين حدنا القس شو لوغ الان يصير لوغ الام او لوغ الان تقسيم الاثنين عسب القس حقنا فالاسمشن عندنا الاخير اللي بنحل عليه ان التي ام هي اصغر من او تساوي الموستي ام لوغ الان طرب السي اسومنغ ذات تتي ام اصغر من او تساوي السي ام for all values that the ام is less than the ام اختصار حلو؟ هادو الاحين الكلام اللي تكتبون عندنا تبحون تحفظونا كمثل اللي رايحكم حطوها guessing that assuming that it's from اصر ام اصر من ان والان بتساوي ان تقسيم الاثنين موسيقى تكون تبعا ان تقسيم الاثنين تقرأ تكون ثلاثة اربع اي رقم تبغونه الام اهم شي تكون اصغر من الاثنين خلاص انتو بتساون assumption بعدين بتساون البروف حق الفاليو هادي وبعدين بتحطونها في الاخير تقولون تي ام تحطون المعادل حقتها وهو تي ان تقسيم الاثنين اصغر من او يساوي ومعليش اكبر من او يساوي نبحانا تي ام من اصغر من اللي او تي ان والعكس فحادي لخبط في هذي هذي برطل الشيخ اللي كنت لخبط تي ام اصغر من التي ان فحطوا التي ام دا حين عندكم هنا اللي هي ايش لوغ الام من اثنين ضربة سي اصغر من او تساوي لوغ امو لوغ التي ام نفسها الفاليو حقتنا نتقسيم الاثنين على السي نحطين بس الاسمشن حقا نحطين الفاليو تي تقسيم الاثنين ضربة سي ولا زاد سي زاد سي هلو فدحين هذي بنزود عليها برضو سي ليش لانا قلنا حنا دحين الاسمشن حقا بنحطوه للفاليو حق تي الناسجة بنطلع والاسمشن حقا بنطلع نحن في النهاية حق الام فنبدله هنا بس وبعدان الفاليو زالة على الجنب هنا كان زاد سي ضربة ان حطوها الاخيرة. فهذه نقدر نبسطها الحين. نعم نقدر نبسطها. شغل حقنا هنا بيكون طبعا. نبدل هذي بس لحين بالفاليو هقتها الاساسية. الاسمشين حقنا. لوق. وهو الان. انا بنحاول لحين نخلي هذي مثاوي ولا اصغر منها. لوق ان تقسيم الاثنين ضرب الو السي. لحل يلخبط هنا ويجي يجمع السي مع بعض يقول خلص اثنين السي. لا. هذي جمع. هذي ضرب. الواحد قيمة الحالة. نقدر نبسط الحين اللوق. خليه. بدلا ما هو على هذا الشكل. لوق الان ناقص لوق الاثنين. بواحد نفس ما ذكرنا في السي لوق الان. ناقص الواحد. ليش واحد? لان هذي اللوق البيس حقها اثنين. لوق الاثنين مع بيس نفسه. بيكون بواحد. لوق الان نقص واحد. هنا عندك السي. خلنا نحطه على الجهة الثانية. ما تفرق. سائد السي. خاصة نوزع الحين يصير عندنا لوق. او سي لوق سي. سي لوق الان. ناقص. السي. سائد السي. فالحين نصل نقطة اختلاف شوي في الموضوع عن السيادات واللي لقيتها هنا. اختصار الاحين السبسطوشن المثود. من اللي شفتها الاحين. لاجينا نبدل القيم. نجي نسوي assumption انه عندك قيمة للسي. نفس اللي كنا نسوي في البيج او نوتيشن. السي هذي بتكون عندك القيمة حقتها. قيمة اكبر من الواحد. والقيمة دي بتعطيك تحقيق للشرط حق البيج او نوتيشن البيج او ميجا الاخرة. الفيديو اللي شفتها هنبدل بالسي. نفس اللي سوينا يعني هنا. وبعدين نكمل حل نبسط نبسط حسب السي الموجودة عندنا. لكن في السلايدات الشي اللي وقفنا عنده ان يجي دحنا هاي النقطة. يجي واحد يشوفه يقول خلاص نشيلهم مع بعضي بقالنا سي لوق الان. هلو? سي لوق الان. نقول خلاص سي لوق الان ايش? اصغر من او تساوي لوق الان. طبعا هذا غلط دح حين بيكون. ليش غلط? لانه دحنا عندك السي هذي. ما نعرف حن القيمة حقتها بكم? لكن المتوقع ان اذا ضربناها دحنا في اللوق الان هذي بيقول لك لوق الان خلاص. والناتوي صحيح. اللي سوف في السلادات دحنا نوش بالضبط. ووريكم دحنا كيف دا يطلع صح وكيف حق السلادات تطلع صح. قال لك. من الاساس حنا ما عندنا نسي. القيمة اللي هنا دحنا قاعدين نحطها هذي فاليو ما هي مقاربة للسي. كان يحطونا في السلادات لو تذكرون بعد مرين قبل ما مر قبل ما نحل المسألة. كانت بدي. كان يحل هذي واحدة بسي واحدة بدي. كان يقول يا خاص يعني هذي دي عندك. وهذي عندك اللي هو بسي لحالها. يا كده يحلها هذي عندك. زائد السي. ثالب دي زائد سي. ورسنتاج حقه في الاخير قال لك دام السي كانت مجموعها مادي او معلش. دام سالب دي او اف سالب دي. حطها كده اف. ثالب دي زائد سي. كان اصغر من الصفر. خلص الشرط حقنا دا صحيح. انا هاي بعطينا قيمة سالبة بتقنقص له القيمة الموجودة هنا. بيصير سي لق الان. ومعلش دي لق الان. اصغر من او يساوي السي. اللق. حق الان. انا هذي حين عندك القيمة حقته هنا بتكون قيمة بتخليها اصغر. انا بنقص لحين من سالب دي زائد سي. قيمة صغيرة بتصير. هاذا هو الاستنتاج اللي طلع معي للساعدات. نوريكم يا بس. ستلاحظون هنا. اخذ لك دي زائد السي الاخرة. نقل اخاص دي. الهذا. اصغر من الدي. نفس الشي حطها في الجهة الثانية. بدل السي عندك هنا بالدي. اقال لك بعدين اف سالب دي زائد سي اصغر من او من الصفر دي اكبر او تساوي السي. ومدام دي اكبر او تساوي السي خاصة ناتج بيطلع بالسالب بيطلع له الناتج صح معنا. نا هذي الناتج صحيحة. وكمل بس كي اوقف فهذي صح. يعني تثبط الحركة صح. يمدين نقول بعدين في الاخير اف الناتج طلع كده هذا هو الناتج معنا. والبس كيس بيطلع لك بان قيمة ايا كان قيمة. حاجة ما وضحتها بس في الحلول عندنا اللي هو البس كيس. او البس كيس معلشي وطلع هالبس كيس بتعويض كان بس لأحد القيم اللي معانا. فلوف افتح لكم لحين بس الحلول حقتنا سابقة. هذا الاستنتج يطلع معنا لحين في الحل. هنا حنا اش سوينا? عوضنا بس لحين القيم حقت الان. هذا صغر قيمة. عوض بس ما جاء حل ولا شي. بعدها قال خلاص. اكبر او تساوي. سي اكبر او تساوي الاثنين بيكون سوفيشن ازا بيس كيس طبعا كيس انوقف عنده كيف جاب الاثنين جرب بس ما احط اي حاجة احط له مثلا هنا السي بواحد وحط هنا بواحد فاش صارت السي راحت صار ان لوق الان ناقص الان زائد ان ناقص ان زائد ان بتعطيك اللي هو كم اذا حطيناها الفاليو حقتها نفسها زي ما هي تروح مع بعض بقال ان لوق الان اصلا منه وتساوي السي ان لوق الان وهذا غير صحيح اولا هو صحيح يعني لكن ما يسوي سوفيشن المعادل نفسها فقالك خاص عشان ما تروح ذي قيم ويصير المعادلة الصحيحة في كل الحالات ان الان اكبر من الام خلاص حطى لك ان البيس كيس باثنين ان اثنين ما بتشيل الان ناقص ان بيصير اللي هو القيمة حقتها بان لحطيناها باثنين او اعلى وخلاص هذه بتصير دائما اصغر من او تساوي القيمة هذه لحطها كباس كيس في نفس المعادلة الحين هذي في المعادلات عندنا يوم جاء حل بطريقته جاء وضع نفس الشيء بالسي بالان باسمه الاثنين حلق ذا حين لو حطينا هنا القيمة حقت السي شاء اللي هو المعادلة عندنا جاء وضع له مثلا بواحد خلاص ناقصة دي زائد واحد في حال يعني قيمة الدي ايان كانت ما بيكون اللي هو سوفيشنز انوف وحسب اللوجيك حقها ان دائما سمانس دي زائد سي بيكون اصغر من يساوي الصفر ما عدري كيف طلعت هذه حطيك خلاص دا حين دا ما بتصير واحد هذا بيصير له لوقل ان وهذا بيصير له دي لوقل ان ناقص المعادلة يعني حقها زي ما هي بواحد ناقص الدي فهالدي لوقل ان هذي ما بتنفع فخلاص نقول لك القيمة حقتها بسي السي حقتها باثنين اقل شيء عشان نضمن ان الحل بيكون صحيح واني شفتها في السي دات في الامثل اللي بعدها بعد بوريكم اياها بعد من خلصتها المثال اغلب الكيس باثنين ليش لانا ما نبغى نسوي واحد يسوينا واحد بتخرب المعادلة الشيانة ما علينا هون كان موضوعنا دحيين كنا نتكلم عن الحل حقنا كيف يمكن يكون صحيح وحلين نضحين بطريقتنا وجينا نسوينا نفس الشيء اللي ماشينا عليه له السي دات انا قلنا دحيين هنا يوم وقفنا هنا بدال ما نحط له دي نفس ما سول السي دات خليناها سي زي ما هي سي لوقل ان نقصة واحد بعدين عوضنا توزيع سي نقص ناقص سي زائد سي انشينا دولي مع بعض صار اللي هي سي لوقل ان اصغر من او يساوي اللوقل ان دي جي نقدر نقول ان في حالة السي كان اصغر من الصفر الناتج بيطلع صح بس هنا بنواجه مشكلة اللي هو حسب شروط الكتاب السي ما حسب شروط الكتاب حسب اللي هو سروط ال السي نجيل نحل دحيين النواتج نبغى نلقى اللي هو كيمة تكون السي اكبر من الصفر والسي والاند اكبر من او يساوي النوت هذه الحالة تخرب معنا دحيين ان السي دحيين لازم ما تكون اصغر من الصفر بتكون كابيتل ومو كابيتل بتكون موجب يعني في كل حالات حسب ذلك الشرط كانت ثالب يتحقق ذلك الشرط بسي صح لكن المعاعة تطلع غلط منها فجربت حطنا في اي اي طلع الخيار اللي هو اللي سوينا ذا حين لانه شال السي وجربت بعدين مرة ثانية قال لا والله انه غلط احسن تحطي له قيمة مختلفة بعد ما نبهت على هذه الحركة وحصت صايرة فانصحكم تعتمدون لحركة الكتاب اختصار خلوا ركمي هالطول فلسادات دحيين من هناك الحل ونفس حالنا بس ضبط لكن اللهم يم جاي حل بدل له السي بديه وكمل عليه الحل ذا حين السي طبعا هنا موجودة كونسن سي ثابت ما هو حنا حطينا من عندنا القيمة الجديدة هي D نحطها في الشرط حين ان القيمة بتكون اصغر متساوي D لان الكونسن حق الO فانمشي مع هذي الطريقة والله عين الطريقة الكونسن ما ادري كيف تضبط بالضبط اذا كان نحطينهم الشرط ان السي اكبر من السفر لكن في حالات يعني ثانية ما كان عندنا له سي نقدر نجمع مع القيمة هذي نعدل يعني القيمة حسب اللي هو حطها هنا خلاص نستعمل السي او الد ما تفرق ده ما بنحط عمليات على السي سامعة دي اللي هنا السي اللي هنا كان لا والله في عمليات بينهم خلاص الاريح واللي ما بينكوب نعني بعدين ففي حتى الطريقة دي اللي يورد لكم بالشي يقولون لا والله غلط ولازم تحطونها قيمة مختلفة حطوا هذي باختصار فهراص نكمل من الاحين عندكم هذا هو بعض الحلول اللي موجودة معنا على اقزامل ثري نفس القيمة بلكن بدنا وقسم اثنين كان نقص واحد حلها لكم بعدين بديتيل طلع لها بس السي في النهاية السي اكبر ويساوي الواحد تقول لك والورك لو جذر بالحين عوض بالناتج في الاخير بواحد طلعت له الناتج صحيح ثابت فما يهما يعني إذا حين نحطه باثنين إذا حطينا بواحد وخرب له المعادلة شوين حطه باثنين بقص في معادلة ثانية عندكم هذي اللي هو نفسه اللي هو قيمة لكن حطي لك الجذر ان ولوق الان وهذه حلها طويل شوي لانا تحتاج شوية معادلات على الجذر الان نفسه من عشان دلحين نشيل الجذر الانش بنسوي نحطه اثنين على الجهات أو نغيره على الان نخليه ان تقسيم الاثنين بعدين بنسعمل مع الان تقسيم الاثنين باللوق الان نجيب الاسمشن نجيب اللي هو البروف حقنا والقس وبتقريبا بنفس الطريقة الحل فيها لكن بس مع التويست انه بيكون عندك جذر ان موجود فانت تعامل معاها لان ان تقسيم الاثنين ان عليه اس ان تقسيم الاثنين وحل من هناك يعني اذا احتاج فبس الحين هذا هو معانا حقه مع ذلك فاتكلم المثود الثاني تأخر الوقت ومصدع شوي المثود الثاني حقي له السبتوتوتشن بس اخر نقطة معانا هنا يقول لك ايديا ايديا لعندك ذحين في المعادلة يقول لك ترنسفوم ذا ركارجن تو تدو هف سينا بفور لجيبتك معادلة ذاكية ذحين ما تعرف انت ذحين الحقه كيف يكون حول هالريكارجن انت تعرف عليه مهما كان الطريقة يعني وبس نقول هذا هو ذحين الدرس لليوم إن شاء الله استفدتوا من اللي هو ترح نفسه ما عليش علق بطاطي شوي الوقت متخه مرة وأنا بحتاج هنا فإذا كلست شوي غرط يعني إن شاء الله فهمت الآن الفكرة الأساسية منها إن شاء الله قدرت أوضحها بالأكواد والإسلاعيات بالحلول آخر شيء معنا إن شاء الله فيه درس القادم بيكون عبارة عن اللي هو الكيرجين وبعدين بيكون بس الجزية الثانية اللي هي الماستر مثل السادات ما عليكم منها ما هي طويلة مرة آخر بس الجزية عندكم 11 اقزامل تقريبا على الاسمه الماستر متود هو الماستر ثيري فهذه يمديني نسكم على طول الريليستيك اللي باقين هنا بس أقل من 20 سلايد نصر السلايدات دي بيكون بس اقزامل ثلاث كده أوضحها لكم بطريقة التي تفيد فإن شاء الله أقدر عليها نزلها وقتها فبس خلص إن شاء الله سببتوا من الدرس وقلت لكم قبل شوية وخلص ما عندي شيء يقوله مع السلامة